اشتركوا في القناة 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 تدريجيا تمام هيبدأ يزيد معايا تدريجيا ثم يقل يبدأ يقل معايا بالارتفاع المستمر فين في درجة ايه الحرارة في ازن طبعا العبارة ديات ايه صح بيصل هنا الى مدى معين بسمها اللي هي درجة الحرارة ايه المسلع بعدها بيبدأ ايه يقل معايا مين نشاط مين نشاط اللي هو الانزيم الكلام ده احنا ولو احنا بنتكلم على درجة الحرارة خلي بقنا تمام رقم دال يقل النشاط الانزيم تدريجيا هل كده بيقل معايا ولا بيزيد المفروض بيبدأ ايه يزداد معايا فإذا كده يقل دي كده غالب بالنسبة لنا ثم يزداد مع الارتفاع المستمر لأ ده المفروض يبدأ يقل معايا ايه الارتفاع ايه المستمر لدرجة الحرارة فأصبحت العبارة كمان ايه غلط يبقى كده الصحة رقم مين رقم جيم ايه المجموعات الوظيفية التالية لها دور في رفع قيمة القس الهيدروجيني للمحلول نسأل نفسنا سؤال هو مين اللي هيرفع قيمة اللي هو البي اتش يا ترى اللي هو القلوي ولا الحمض طبعا هندور على ايه مادة ايه مادة قلوية عشان ترفع اللي هو البي اتش احنا عارفين اللي هي لما يكون البي اتش عندي بسبعة يكون وسط متعدل اقل من سبعة يكون وسط حمدي اكبر من سبعة يكون وسط ايه اللي هو قلوي وبالتالي احنا هنا عاوزين نرفع مين اللي هو كمية البي اتش يعني هندور هنا على مجموعة مديني هنا مجموعات طبعا زي ما احنا شايفين هندور على مجموعة ايه اللي هي قاعدية وبسماء قلوية فعند اول حاجة اللي هي مجموعة ELB كربونات طبعا ديп نجموعة حمضية ما يتنفعش معنا مجموعة الامين اللي هي كد موجودة في الحمض الامينة طبعا ديп عبارة عن مجموعة قاعدية وبالتالي هنا هترفع الامين قيمة ELBH وبالتالي دي صح بالنسبة لنا لأن H4 اللي هي مجموعة الامونيوم او اللي هو مجموعة كربو قسير طبعا ديп عبارة ايه حمضية ما ينفعش معنا في ازا طبعا دول بيقال له المين اللي هي الـBH ads إذا تم استخلاص إنزيم ما من أحد أنواع البكتيريا التي تعيش فيها نبيع المياه الحارة وحمضية يبهنا الإنزيم ده في اللي هو موجود في البكتيريا موجود فين في نبيع حارة حمضية نخلي بنا من الكلام والتي تصل لدرجة حرارة الكاملة 90 درجة ماوية فهي الأسباب التالية يؤدي إلى حدوث تلف لهذا الإنزيم تلف أول حاجة عندي يقول لزيادة تركيز المواد المتفاعلة هل لما زود تركيز المواد المتفاعلة هيؤدي لتلف الإنزيم؟ طبعا لا ده مفروض بيزود المين لسرعة التفاعل الكيميائي فالكلام ده غلط إضافة مصبتات للوسط طبعا لما بضيف مصبتات هيعمل إيه؟ هيقلل لسرعة التفاعل الكيميائي إنما هنا مش هيؤدي المين لتلف الإنزيم في إذاً دي كمان غلط زيادة الأس الهدروجيني للوسط أنا دنوقات لما زود الأس الهدروجيني للوسط هتحول الى وسط مين؟ الى وسط قلوي الى وسط قاعدة وهو يناقل اللي بيشتغل فين في الانبيع الايه الحرة الحمضية يعني كده اقيرت مين اللي هو وسط مين التفاعل وبالتالي هنا هيقدم مين الى تلف ايه الانزيم في زندية الصحي بنسبانها خفض درجة حرارة الوسط الى اربعة درجة ماوية طب هل هنا لما قلت درجة الحرارة الى اربعة هل يؤدي لتلف الانزيم طبعا لا ده يؤدي الى اللي هو ايه اه نقص اللي هو التفاعل الكيميائي تمام الى مدى معين او لما بارفع الحرارة مرة تانية هيبدأ يشتغل معي ايه مرة ايه مرة اخرى في زندية كمان غلط يبس صح رقمين رقمين على الرغم من ان الانزيمات الموجودة في معدة الانسان اللي هو بسميه انزيم اللي هو البيبسين وده بيشتغل في وسط حمضي من واحد ونص الى اثنين ونص تنتقل مع الطعام الى الامعاية الضقيقة الا انها لا تعمل في الامعاية الضقيقة ما السبب في زلك تعال نشوف كده طبعا السبب في الكلام ده هنعرفه السنة جهة ان شاء الله بالتفصيل عندنا في الامعاء عن طريق اللي هو البنكرياز بيفرس حاجة اسمها بيكربونات اللي هي السوديوم بيكربونات السوديوم هنا هيحول الوسط من وسط اللي هو حمضي الى وسط ايه اللي هو قلوي هيكون من سبعة ونص الى تمانية فبقول اللي هنا رقم الف نقص الطاقة اللازمة لعمل الانزيمات في تكويف اللي هي الامعاية الضقيقة طبعا لا ملوش علاقة الطاقة طبعا مش هتقلوا لحاجة اختلاف درجة الحرارة في الامعاية الضقيقة عن المعدة اللي هي طبعا حرارة الانسان سبعة وثلاثين درجة ما تضيرش تغير قيمة القص الهيدروجين في الامعاية الضقيقة عن المعدة زي ما احنا اللي استعيلين طبعا دي الاجابة احنا قلنا والله عند هنا في الامعاية الضقيقة هيكون الوسط اللي هو قاعد قالوا يكون حوالي 8 اما في العمعاء اذا ما احنا قلنا الوصل بيكون حمدي اللي هو من 1.5 الى 2.5 وبالتالي انه فعلا تغير مين قيمة مين اللي هو البي اتش نقص تركيز الطعام فيه لماعي الدقيقة عن المعدة برضا غالط مالوش حقيقي مالوش علاقة يبس صح رقمين رقمين اي رسمات البعينيات التالية يمثل العلاقة بين تركيز مادة التفاعل ونواتيك التفاعل بمرور الزمن عند نشاط انزيم ما بي اتش بتاعته كان 7 و4 من 10 وسط قلوي ضعيف فهنا مدين هنا اللي هو نواتيك اللي هو التفاعل اللي هو الاخضر والاحمر ده عبارة مين عبارة مادة مين مادة اللي هو التفاعل احنا عارفين مادة التفاعل بتبدأ تركيزها بيكون في البداية بيكون تركيزها 100% ومع مرور اللي هو الزمن هيبدأ يقل معايا هنا بدأ بالعكس اللي هو الاحمر اللي هي مادة التفاعل بدأ هنا من سفر وعمالة تزيد معايا ده مفروضا العكس ده مفروض ده أبدأ هنا بالكبير اللي هي 100% وتبدأت إلا معايا فأصبح ده غلب بالنسبة لنا رقم بيه بدأ هنا بالكبير اللي هو التركيز كبير ومع مرور الزمن عمالي اللي معايا إلى أن يصل إلى السفر يبقى إذاً ده صح كده بالنسبة لمن لمادة التفاعل طب هنيجي للنواتج النواتج طبعا بنبدأ بالسفر ومع مرور الوقت عمال إيه تزداد معايا مين نواتج إيه نواتج التفاعل يبقى نواتج التفاعل هتبدأ بالسفر وفي نهاية التفاعل هتصل الكامل 100% عكس مين عكس اللي هي مادة التفاعل في إذن دي الصح كده بالنسبة لنا هنيجي هنا رقم جيم ده هنا مدينة هنا اللي هي نواتج التفاعل بدأت تركيزة عالي جدا وعملت إيه اللي معايا برضك الكلام ده غلط هنيجي هنا رقم ده برضه غلط عندنا ليه علشان هنا مدينة مادة التفاعل اللي هي لونها أحمر ثابتة من بداية التفاعل إلى نهاية مين التفاعل ده المفروض أبدأ هنا بتركيز كبير ومع مرور الوقت عملي إيه يقل لي معايا فأصبح ده كمان غلط يبس صح رقم مين رقم بيه الرسمة البيانة المقابل يوضح تأثير اختلاف قيم القس الهيدروجيني اللي هو البي اتش على سلاسة إنزيمات مستخرجة من أماكن مختلفة من القناة الهضمية لا حدثة ديات أي الإنزيمات لا تعمل في الوسط المتعادل الوسط المتعادل يعني البي اتش بتسوي سبعة تعلم بص كده اللي قدامنا أنا عندي هنا أول إنزيم عندنا طبعا ده اللي هو نشاط الإنزيم وده عبارة عن اللي هو البي اتش عند اللي هو السي ده بيشتغل من أول واحد لحد كام لحد حوالي اللي هو خمسة ونصة أو ستة تمام ده المدى بتاعه الدرجة المصلة هنا عنده كام عنده تلاتة يعني ديات هنوه بيشتغل فيه في وسط إيه وسط حيام دي عنده بعد كده اللي هو إنزيم رقم بي بيبدأ هنا من أربعة لحد كام لحد عشرة يعني هنا بيشتغل في وسط مين في وسط اللي هو متعادل البيتش المصلة بتاعته اللي هي كام سبعة يعني ده بيشتغل في وسط متعادل هناخد الايه اللي هي بيشتغل من أول ستة لحد كام لحد اللي هي 11.5 تمام يعني هنا جايب السبع معا كمان يعني بيشتغل في وسط مين في وسط اللي هو متعادل البيتش المصلة بتاعته كام تسعة يعني وسط ايه وسط قلوي هو هنا عاوز مين عاوز الذي لا يعمل في الوسط مين المتعادل يبه ما فيش الامين اللي هو السي فقط خلي بالنا اللي هو بيشتغل في وسط حمدي إنما عند اللي هو الA والB هما الاثنين بيشتغل في الوسط مين المتعادل عند الA بس هنا اللي فقط لا اذا عند الA والB هما الاثنين بيشتغل في الوسط مين اللي هو ايه المتعادل بس هنا احنا مندور على مين التي لا تعمل التي لا تعمل يبه المفروض نختار مين اللي هو السي فقط فأصبح ده بالنسبة لنى غلط الS فقط طبعاً الS بيشتغل من أول لواحد لحد الخمسة أو الستة وبالتالي ده وسط A وسط حمدي يعني ما هو لا شو علاقة بالوسط المتعد RE مش هيشتغل فيه وبالتالي دي اتصح بنسبة لنى الA احنا قلنا بيشتغل في الوسط مين في الوسط اللي هو القلوي تمام وكمال يشتغل في السبعة عندي الS هيشتغل في الوسط الحمدي انا عندي اللي هو الA طبعاً ما ينفعش اختاره تمام عندي C صح بالنسبة لنا فأصبحت العبارة غلط عندنا طبعا الB الB طبعا بيشتغل في وسط متعادل ما بفعش اختاره عندنا C اللي هو الصح فقط فأصبحت العبارة إيه غلط يبقى كده الإجابة الصحة لها رقم مين رقم B اللي هو C فقط اللي هو بيشتغل في وسط مين في الوسط اللي هو الحمد تعالوا نحل مع بعض كده سائلة الفصل الثالث أو السؤال أي مما يلي منصور عملية البناء داخل الكائن الحي عملية مين عملية البناء خلي بنا احنا عارفين عملية البناء دي عبارة عن تحول اللي هي جزات اللي هي البسيطة التركيب إلى مواد ايه معاقدة ايه معاقدة اللي هي التركيب زي اللي هي بناء البروتينات أو عملية البناء الضوئي فبقول لي هنا عملية الاقصادة طبعا غلط علشان الاقصادة اللي أنا هقصر اللي هي الروابط الكيميائية اللي هي موجودة بين زرات اللي هي الجزيات علشان اطلع الطاقة الكميائية التحلل برضه غلط عشان نفس الكلام هبدأ هنا احاول اللي هي جزئات كبيرة الى جزئات ايه صغيرة البلمرة طبعا دي الصح عندنا عشان البلمرة ان انا احاول اللي هي جزئات صغيرة الى جزئات ايه اللي هي كبيرة هحاول اللي هي المونيمرات الى ايه بوليمرات عملية اللي هي الهضم طبعا عملية الهضم ان انا احاول الحاجات كبيرة الى حاجات صغيرة وبالتالي دي كمان غلط هي بس صح رقم جيد أي العبارات التالية تعبر عن أحد مميزات عملية الهدم مميزات عملية الهدم تعال نشوف مع بعض كده تهدف لتخزين الطاقة داخل الخلية لحين استخدمها هل الهدف من عملية اللي هي الهدم أن نخزن الطاقة ولا الحصول على الطاقة ومفروض الحصول على الطاقة ولا يستخزنها وبالتالي ده ما نفعش معنا تتم في خلية النبات ولا تتم في خلية الحيوان لا طبعا عملية اللي هي الهدم بتتم في خلية النبات وكمان في خلية علشان نحصل على الطاقة وعلشان نقدر لهم جميع العملات الحيوية ومثل ده غلط يتم فيها الحصول على الطاقة اللازمة لقيام الخلية بوظائف الحيوية طبعا ده الصح تتم فيه خلايا الحيوان ولا تتم فيه خلايا النبات احنا لسا لين والله بتتم فيه خلايا الحيوان وكمان فيه خلايا مين النبات منفعش اخطرها من الرسمة البيانة المقابل اي مما يلي يوضح معدلات الهدم والبناء لخلايا الطفل عمره خمس شهور عمره ده ايه خمس ايه خمس شهور خلي بالنا مديني الاحمر ده اللي هو البناء وعند الازرق ده اللي هو ايه الهدم طالما هنا طفل لسا صغير هنا معنا اكيدا هيكون معدل اللي هو البناء هيكون اكبر من معدل اللي هو الهدم خلي بالنا يبقى هندور على الاحمر عند ده يكون اكتر منين اكتر من الازرق طبعا ده معدل الايد وعند هنا اللي هو ايه زي ما احنا شايفين هنا الاحمر اكبر من ازرق يعني هنا معدل اللي هو البناء أكبر من معدل مين اللي هو الهدم وبالثلاثة الصحة بالنسبة لنا يبقى نختار مين هنختار اللي هو الايه البيل الاتنين متساويه مع بعض يبقى عندي البيل الاتنين متساويه مع بعض ما فحش اختاره عندي هنا اللي هو سي عندي هنا اللي هو البناء أقل من معدل مين اللي هو الهدم يعني الهدم أكبر من اللي هو البناء وطبعا ده بيكون ايه في مرحلة مين اللي هي الشايخوخة ما فحش ايه اختاره يبصحها رقم مين رقم الف اي رسومات البيانية التالية يوضح تركيز مادة التفاعل عند اضافة انزيم اليها احنا عارفين طبعا التركيز مادة التفاعل بيؤدن مين الى زيادة ايه سرعة مين اللي هو التفاعل ايه الكيميائي بس هنا احنا بنبدأ هنا اللي هو مادة التفاعل بيكون تركيز المادة التفاعل في البداية بيكون مية في المية ومع مروره اللي هو الزمن اللي عندنا هيبدأ ايه اللي هو تركيز مادة مين التفاعل الى ان يصل الى ايه الى السفر ده انا عندي هنا رقم الف طبعا ما نفعش اختارها لان هنا بدأ هنا التركيز بيبدأ يزيد معي معمرور مين الزمن ان ده مفروض يقل معي معمرور الزمن ما نفعش اختاره هنا بدأ يزيد معي برضك معمرور الزمن ما نفعش معنا تمام احنا وانا مفروض يقل طبعا الاجابة الصحة ان دهنا رقم جيم هنا كان التركيز عندي عالي في بداية التفاعل تمام معمرور اللي هو الزمن ومرور الزمن بدأ هنا ايه بيبدأ يقل معايا الى ان يصل ال ايه الى السفر يبقى عندي تركيز اللي هي مادة التفاعل في البداية يكون 100% وفي نهاية التفاعل هيكون تركيزه كام 0% وبالتالي ده الصح بالنسبة لنا رقم ده طبعا غلط علشان هنا التركيز ثابت مع مرور الزمن سواء في بداية التفاعل او نهاية مين التفاعل الشكل التالي يوضح جزيئات لمادتين غزائيتين مختلفتين قبل وبعض هضمهما بالانزيمات عندي دي تعتعبار عن مادة الولى دي المادة تانية ده قبل الهضم وده بعد ايه بعض اللي هي عملية اللي هي الهضم هبقوا اللي هنا السؤال الرقم واحد اي مما يلي يمسن نواتج هضم قطعة خبز في الفم قطعة خبز يعني عبارة عن مواد نشاوية او كربادراходية وتتخدم فين في اللي هو الفم قطعة الخبز في الفم هنا بيفرز عليها السارة جاءة ان شاء الله طبعا هنعرف الكلام ده بالتفصيل هيفرز عليها انزيم بسميه انزيم التيالين او بسميه اللي هو اميليز اللي هو انزيم ايه? الاميليز. الانزيم الاميليز هيبدأ يحول اللي هي النشر اللي هو قدامنا ده كده الى سكر سنائي بسميه سكر اللي هو الملتوز. يبقى عندي سين ده عبارة سكر مين? الملتوز. في الامعاء عندي هنا بيبدأ هنا يفرز عليها مجموعة من العسارات علشان تهضم مين اللي هي السكرات السنائية وتحولها الى سكرات ايه? وحدية. هو عاوز هنا فين? في الفم. يبقى في الفم هنا هيتحول اللي هو السكر معقد اللي هو النشاء الى سكر ايه سنائي بسميه سكر الملتوز يبني اللي جاب عندي مين اللي هو سين فقط يبدل لنختار مين رقم 1. هي مما يلي يمثل الناتج النهائي اللي هضم النشاء. احنا اتفاني والله يقولنا عندنا ده عبارة عن النشاء. هيبدأ يتحول الى اللي هو سكر مين اللي هو الملتوز وده سكر سنائي. بعد كده بتستكمل عملية الهضم فيها العمعاء ويتحول الى ايه السكرات اللي هي احدية عن طريق مجموعة من الانزيمات هنختار مين هنختار اللي هو صاد يبقى عندي صاد اللي هي الاجابة رقم مين رقم بي هاي رسومات البيانية الاتية يمثل تأثير البي اتش على عمل انزيم الكاتاليز في خلايا نبات البطاطا بيكلمنا على انزيم وبيكلمنا على البي اتش طب ما احنا عارفين ان الانزيمات عبارة عن مادة بروتينية والمادة البروتينية عبارة عن اللي هي احماض امينية والحمد الاميني عبارة عن بيحتوي على مجموعة الهيطر بقصال حمدية ومجموعة عمين ايه قاعدية وبالتالي هنا بيتأثر بمين بالبي اتش وبالتالي هنا كل اللي هو كل انزيم عندنا هيكله بي اتش ايه بسميها البي اتش اللي هي المسلة هيكون نشاط الانزيم اعلى ما يمكن لو زاد او قال هنا بيبدأ ايه يقل او يتوقف عمل ميهن اللي هو الانزيم فانا عندي هنا طبعا رقم الف ده غلط بالنسبة لنا عشان هنا عمال يزاد معنا اللي هو النشاط الانزيم الى ملا نهاية بزيادة البي اتش طبعا الكلام غلط احنا قلنا كل انزيم ويكون له بي اتش ايه مصلة هنا عمال يقل معي نشاط الانزيم بزيادة اللي هي البي اتش برضك احنا قلنا الكلام ده طبعا غلط علشان كل انزيم له درجة ايه مصلة بالنسبة البي اتش عند طبعا اللي هي جابة الصحة رقم مين رقم جيم عند هنا بزيادة اللي هو البي اتش عمال يزاد معي مين نشاط الانزيم الى ان يصل الى الدرجة المصلة لدرجة نشاط عامل الانزيم. بعد كده لو انا زودت اللي هو البي اتش هيبدأ يقول معي مين نشاط الانزيم الى ايه ان يتوقف. عندي طبعا الرقم ده الغالب بردك عشان هنا نشاط الانزيم ثابت معي مهما غير مين اللي هو البي اتش. بس صح كده رقم مين رقم مين. از علمت ان الانزيم يساعد على هضم النشا في الفام. نخلي بالنا الانزيم ده ان شاء الله السنة الجاية ناخده بالتفصيل. بيحول اللي هو النشا الى سكر اللي هو الملتوز وده سكر سنائي. فكيف تتأثر طاقة التنشيط اللازمة لتحالل النشا عند اضافة الانزيم. هنسأل نفسنا سؤال. هو دلوقتي منظن فاوض الانزيم انها بتقلل طاقة مين طاقة التنشيط اللي هي اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي. وبالتالي هنا لما اقول تزيد غلط لا تتأثر غلط. طاقل طبعا ده الصح عندنا تنعدم غلط. يبقى لجابة صح رقم مين ورقم جين. الشكل التالي يمثل الموزج لآلية عمل احد الانزيمات بداخل جسم الانسان. هاي الاختيارات التالية يمثل الحروف سين وصاد وعين على الترتيب. سين صاد عين على الترتيب. لما جابة كده العين الاول. عين زي ما احنا شايفين هنا دخل في التفاعل وطلع من اليمة التانية طبعا كول اللي هو مركب وسطي وطلع من اليمة التانية زي ما هو معناه كده عين ده عبارة عن اللي هو الانزيم. يبقى عين عبارة عن اللي هو الانزيم. ده اول حاجة. حاجة بص على سين. سين هنا كان عبارة عن مركب. طلع الى هنا الامة التانية حاجات متجزقة. حاجات صغيرة. ده بوليمر. وده اصبح ايه مونمر حاجات صغيرة. معنا كده ديت عبارة عن مين? عبارة عن مادة التفاعل. مادة التفاعل اللي هو سين ده. اما اللي هو صده عبارة عن اللي هي النواتيك. تعال نشوفوا الاختيارات. يعني نفترض ده سكر سونيه يتحول هنا اللي هي سكرات ايه? وحدية. فعندي هنا احنا قلنا هنبدأ بيمين? هنبدأ بسين. سين احنا تفاني مين? مادة التفاعل فينا بقولي انزيم غلط. انزيم غلط. مادة التفاعل صح. مادة التفاعل صح. هنيجي بعد كده. الحاجة التانية عندنا اللي هي صاد. صاد اللي هي مين? النواتيك. هنا بقولي الانزيم اصبح غلط. نواتيك صح. عندي بعد كده عين اللي هي عبارة عن مين? عبارة عن اللي هو الانزيم. يبقى معين فابوله هنا اي الاشكال التالية يعبر عن الانزيم في هذا التفاعل يا طرأ انا شكل من دولت احنا اخذنا قبل كده وعرفنا بالنسبة ليه اللي هو الانزيم بتعتمد اللي هي عمل اللي هو الانزيم على الانزيم معينة بسمها نظرات اللي هي الفل و ايه والمفتاح يعني لازم الشكل هنا بتاعت المادة اللي عندي هنا يتطبق مع مين مع عمل اللي هو الانزيم فانعندي هنا طبعا الشكل ده هيتطبق مع ده طبعا لا هيتطبق مع الشكل ده طبعا ده صح بالنسبة للي هو رقم مين رقم اللي هو بي علشان عندي هنا اللي هو الانزيمي هنا بيحتوي على موقع بسميم الموقع ايه الموقع اللي هو النشط وبتالي يرتبط هنا المادة ايه المادة بيه اللي هو الانزيم شكل طبعا جيمي غلط وهي رقم ده ايه غلطي بالصحة رقم مين رقم بي اذا كان المدى الحراري لنشاط انزيم هو من 10 الى 40 درجة سليزيوس فهي درجات الحرارة التالية من المحتمل ان يعمل عندها الانزيم باقصى نشاط له سيكون هنا اقصى نشاط هيكون المادة بين الاثنين دول لان عند العشرة دية هنا ها هكون هي اقل درجة حرارة هيبدأ يستغل عندها لان العشرة دية هنا ده بداية عمل الانزيم الاربعين نهاية عمل للانزيم. اقصر النشخة هيكون موجود بينهم. عشرة ما نفعش اختاره. تلاتين طبعا موجود بين اللي هي العشرة وي هي الاربعين وبالتالي ده صح. الاربعين احنا قلنا ده اقصى. اه درجة حرارة هيصل لها اللي هو الانزيم. بعدها هيبدأ يتوقف ما نفعش اختارها. ديت مش هكون درجة مصلة بنسباله. عند الخمسين طبعا ديتنا. هيكون اعلى من المادة بتاعه بتلاقيه. هيتلف عمل مين اللي هو الانزيم. من يوضح تأثير البي اتش على معدل نشاط انزيم ما. اي مما يلي يمكن استنتاجه. زي ما احنا شايفين ده عبارة نشاط الانزيم. وعنده ده اللي هو البي اتش. من اول ثلاثة الحد تسعة. وعند هنا طبعا اعلى نشاط الانزيم عنده كام? عند اللي هو البي اتش كام? اللي هو سبع يعني وسط اللي هو المتعدل. تعال نشوف كده الاختيرات. اول حاجة. الانزيم يستهلك عندما تصل درجة البي اتش الى تسعة. لما تصل للتسعة. هل الانزيم يستهلك? احنا عارفين طبعا الانزيم اصلا لا يستهلك. مهمة الانزيم اصلا ان بيعمل على زيادة سورة مين التفاعل الكمية بتاعته اي ما بتقلش ولا يستهلك. رقم بيه? الانزيم يعمل بقى على كفاءة عنده درجة بي اتش كام بتسوي ستة. طب ده الستة عندنا. لما نطلع كده. هل ده اعلى مستوى له? ولا هنا? ده مفروض عنده السبع وليس الستة. فاصبح ده كمان غلط. معدل النشاط الانزيم يقل للنصف عندما تتغير قيمة البي اتش من خمسة الى سبعة. طب ده عند الخمسة. تمام? ده الخمسة عندنا. وده السبعة. هل كده? النشاط بتاع الانزيم بيقل ولا بيزيد? ده مفروض بيزيد معايا. مفروض بيزيد للضعف. يعني هنا كان عند هنا اللي هو رقم معين. افترض مثلا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. هنا انا عنده تلاتة. هنا اصبح عنده كام? عنده خمسة. تمام? لان ده بعودة خمسة. وبالتالي هنا النشاط بتاعوا بيزيد ما بيقل لش انا بقول لي بيقل لنا النص. طبعا الكلام ده غلط ومفروض بايه? بيزداد. الرقم ده معدل النشاط الانزيم يتساوى عند درجتي بي اتش خمسة وتمانية ونص. تعالوا نشوف كده خمسة. اده خمسة عندنا اهو. اللي هو عنده اللي هو المقدار ده. فين تمانية ونص ادي تمانية واده النص بينهم كده. يعني مطلع كده الفوق عند المقدار ده. هما الاتنين في نفس ايه? في نفس النقطة. هما الاتنين فين في نفس النقطة وبالتالي الكلام ده صح. وبالتالي اللي جاب رقمين ورقم ده اللي. هما الاتنين بيتساوى عند كام عند اللي هي خمسة? وعند كام? وعند تمانية ونص. الرسم اللي بيانه مقابل يوضح العلاقة بين القس الهيدروجين اللي هو البي اتش. البي اتش عندنا. هو النشاط انزيم ما نشاط الانزيم. اي العبارات الاتية يمكن استنتاجه تعالى مصة على الرسم الاول كده. زي ما احنا شايفين هنا اعلى نشاط الانزيم اللي هي في المقدار ده كده عند النقطة ده. تمام? يعني الانزيم ده بيشتغل في وسط حمدي من واحد اللي كام الى اتنين. فابقول اللي هنا اه لا يتأثر هذا الانزيم بنوع الوسط. طبعا بيتأثر بدليل عند هنا بيكون عند واحد ونص نشاط الانزيم اعلى ما يمكن. كل ما بيزود اللي هو البي اتش بتاعك كل ما بيحصل ايه? نشاط الانزيم عمال ايه? اللي معي. وبالتالي هنا بيتأثر ايه بنوع مين? بنوع الوسط. رقم بيه? يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط الحمدي. ايه رأيكم? طبعا الكلام ده صح وزال فول. هي بدي اللي جامع عندنا بيعمل فعلا فين في الوسط ايه? الحمد اللي هو كامل اللي هو واحد ونص. احنا عارفين طبعا الوسط الحمد بيكون اقل من كام اقل من سبعة. فانا عندي هنا اللي هو واحد ونص هنا بيكون نشاط الانزيم اعلى ما يمكن. يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط المتعدل. طب الوسط المتعدل اللي هو كامل اللي هو سبعة. وحنا شايفين هنا نشاط الانزيم هنا اقل ما يمكن وبالتالي كلم ده غلط. يعمل هذا الانزيم افضل ما يمكن في الوسط القاعدي القاعدي اللي هو بيكون اعلى منين اعلى من سبعة وبالتالي برضك الكلام ده اي غراب بالنسبة لنا بس صحة كطير رقميين نرقم به. قام احد الطلاب باجراءة تجربة معملية لبيان العلاقة بين نشاط احد الانزيمات ودرجة الحرارة ومثلا النتائج فيه اجهات والتالي ادريسوس وماجب زا ما احنا شايفين درجة الحرارة اللي هي سليزيوز من اول خمسة لحد خمسين نشاط الانزيمي زا ما احنا شايفين قدامنا. فبقول لي هنا السؤال الاولاني مع درجة الحرارة المصلة لعمل هذا الانزيم درجة مصلة يعني هنا هيكون نشاط الانزيم هيكون اعلى ما يمكن يعني نختار هنا في الخنة اللي تحت دي اكبر رقم عندنا. طبعا سفر اربعتاشر هنا زا ما احنا شايفين اعلى رقم كامل اللي هو الخمسين. اعلى رقم كامل اللي هو خمسين اللي هو النشاط الانزيم. طب الخمسين هنا بيسألنا على مين هنا بيسألنا على درجة الحرارة هطلع هنا على درجة الحرارة اللي هي فوقيها اللواء هنا كام قدام بخمسة وتلاتين وبالتالي نختار مين خمسة وتلاتين فلما قلنا خمسة واربعين غلط لأن خمسة واربعين نشاط الانزيم كام حداشر منفعش اختارها لما قلنا ربعين درجة سليزيوز أدى ربعين نشاط الانزيم كام خمسة وتلاتين منفعش اختارها عند درجة تلاتين درجة تلاتين قدام نشاط الانزيم كم اتنين واربعين طب ما في اعلى منها اللي هي كام اللي هي خمسة وتلاتين النشاط للانزيم هنا خمسين قدامها وبالتالي ده اعلى نشاط للانزيم ما المدى الحراري اللازم لعمل هذا الانزيم المدى الحراري يعني مدى حراري المدى الحراري اللي هو المدى بين درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها نشاط الانزيم اللي هو هنا كام قدامي اللي هي خمستاشر هيبدأ من كام من خمستاشر الى آآ درجة الحرارة اللي هي توقف عندها نشاط الانزيم اللي هيكون بعدها سفر أنا عند هنا سفر منفحش اختار الخمسين اختار اللي قبله على طول اللي've कام خمسة واربعين. يبأ هنا بدأ هنا نشاط الانزيم اللي هو قدام ها اربعتاشر. اللي هو ع이� Carroll كام خمستاشر. يبأ دي هي ايه? الدرجة البداية بتاعتي. وهنا يتوقف اللي هو بعدها على طولها اللي وكام خمسة واربعين. يبأ اختارها من خمستاشر اللي كام لخمسة واربعين. يبأ لما يقول عشر للخمسة واربعين ينج legislatur يبقى عندي الإجابة على طول اللي هي من 15 اللي كامل 45 اللي إجابت رقم كام رقم جيم قام أحد الباحثين بدراسة نشاط الإنزيمي لإنزيم ما بالنسبة للزمن يبقى عندي هنا النشاط الإنزيمي بالنسبة من للزمن ورسم البيانة مقابل يمثل البيانات التي حصل عليها في ضوء ذلك أجب تعني شوك هذا الاختيارات فبولي هنا رقم واحد كيف يمكن تقدير معدل التغير في النشاط الإنزيمي هذا رئيس هنا يوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يحصل كمية التفاعل هتبدأ تزداد هتبدأ تزداد معنا ولا تقل هتبدأ تقل معنا لحنا عندنا مادة التفاعل بتبدأ من اللي هي تركيزها 100% ومع مرور الزمن هتبدأ هنا ايه اللي يحصل لها هتبدأ تقل معي الى ان تصل الى السفر رقم جيم عن طريق تقدير التغير في كمية المصبطات طبعا هنا مفيش اي حاجة بتدل على مين على كمية المصبطات متاني ما يفعش اختارها عن طريق اضافة كمية اخرى من مادة التفاعل هل ما اضيف كمية تاني من مادة التفاعل هنا هقدر هنا اعرف التغير فيه النشاط الانزيمي طبعا لا يبس صح عندنا حاجة من الاثنين ياما طريق اللي هو التقدير التغير فيه كمية اللي هي متفاعلات بيكون في البداية عندي بيكون تركيزها كبير اللي هي 100% ومع مرور الوقت هتبدأ تقل معي او التغير في كمية اللي هي النواتج هيكون في البداية يكون سفر ومع مرور الزمن هتبدأ ايه تزداد معي وتصل الى 100% ما سبب التغير في المنحنة بين الديئة الثالثة والديئة الخمسة قد الديئة الثالثة عندنا تمام وقد الديئة الخمسة عندنا بدأ هنا يزبط تقريبا مين اللي هو النشاط مين نشاط الانزيم فهنا بقول لي يا ترى هالنتيجة تغير طبيعة الانزيم هو إمتى طبيعة الانزيم تتغير الكلام ده لما رفع درجة الحرارة طب هل هنا مديني هنا رفع درجة الحرارة طبعا لا حتى لو هنا تغير هنا ورفعت درجة الحرارة المفوض هنا النشاط الانزيم يبدأ يقل معي ويصل الى السفر خلي بنا ووصول الانزيم لسرعته القصوى طبعا الكلام ده هالت لان النشاط الانزيم اصلا بيشتغل طالما هنا ضفط كمية معينة من الانزيم رقم جيم استهلاك كمية كبيرة من مادة التفاعل طبعا دي افضل يجب عندنا هنا حصل هنا طبعا من الديئة التالتة الى الديئة اللي هو الخامسة بدأ يزبط هنا اللي هو من المشاط الانزيمي وبالتالي هنا بدأ هنا الانزيم يستهل الكيمية كبيرة منه من مادة التفاعل ظهور احد اللي هي مصبطات اللي هي الانزيم لو ظهر احد مصبطات الانزيم هنا مفروض هنا النشاط الانزيمي ما يثبتش مفروض هنا يبدأ ايه يبدأ ايه اللي معاي يخلي بانه وبالتالي الصحة رقم مين رقم جيم في اي وقت يسجل الانزيم اقل النشاط له الانزيم زي ما احنا شايفين هنا النشاط اللواء الانزيمي ده النشاط الانزيمي عندنا تمام فانا عندي هنا النشاط الانزيم هنا اقل ما يمكن وكل ما يبدأ هنا الزمن يمر معايا كده نشاط الانزيم عما يزداد معايا لحد ديئة الرابعة بعد كده بيبدأ ايه يزبط معايا فبقول لي هنا في اول حاجة عندنا اول اختيار عندنا في الديئة الاولى وديئة التانية الديئة الاولى والتانية طبعا هنا بيكون في الجزء ده كده هيكون اقل نشاط للانزيم فكلام ده صح طبعا رقم بيه ديئة التانية والتالتة التانية والتالتة هنا طبعا نشاط الانزيل في المكان ده كده هيكون اعلى الديئة التالتة والربعة طبعا عمال ازداد معايا الديئة الرابعة والخامسة برضك هيكون اي اعلى بالنسبة لنا فكده افضل اجابة عندنا رقم مين رقم الف عند اضافة كشف البيوريت الازرق الى عينة من المادة سين تحولت الى اللون البنفسي هنقف لحد كده ودلوقتي كشف البيوريت كنت باشف بي عن مين عن اللي هو البروتين طب دلوقتي لما يتحول الى اللون بنفسي يعني كده المادة سين دي بتحتوى على مين على بروتين ايه اللي هنا المادة سين طبعا عندنا البيض فيه بروتين فالكلام ده صح قطعة اللحمة فيها بروتين يا بالكلام ده صح اللبن برضك بيحتوى على بروتين اللي هو الكازين فالكلام ده برضك صح هل زيت الدورة بيحتوى على بروتين طبعا لا فاصبح رقم ده الكده بالنسبة لنا غلط نكمل كده بعد ذلك تم اضافة المادة اللي هي صاد اللي هي قدام دي الا عينا اخرى من المادة سين اللي هي ايا كان با من اللي هي المواد اللي هي قدام ناديت للمروتين يعني من المادة سين مع قطرات من حمد الهيدروكلوريك اللي هو الهي سي ال وبعد نصف ساعة تم اضافة كاشف الميوريط لهذه العينة هو لم يحدث تغير في اللون يعني اللون البنفسيجي معادش موجود تمام يعني ما تحولش اللون مين اللي هو ايه البنفسيجي يعني اللون لا زرق تنه زي ما هو خلي بنا من خلال دراستك حدد ما هي المادة سين والمادة اللي هي صاد احنا قلنا سين خلاص نيجي للمادة صاد المادة صاد هنا في حاجة نشاطيطة هنا واصبح هنا الوسط المناسب لها اللي هو مين ال HCL حمض الهادروكلوريك معنى كده بتكلم على انزيم مين لو التيريبسين طبعا غلط طب غلط ليه علشان التيريبسين ده بيشتغل في الامعاء وده بيشتغل في واسط قالوا يعني المفروض البي اتش تمانية وهنا بقول مين حمض الهادروكلوريك خليبالي يعني المفروض واسط حمدي هنيجي الرقم به البيبسين طبعا الكلام ده صح عندنا اصبح ده الاجامة لان عند اللي هو ال HCL ده اللي هو حمض الهادروكلوريك بيفرز من المعدة علشان يحول اللي هو حاجة اسمها البيبسين وجين الى البيبسين يعني ينشط عمل مين اللي هو ايه اللي هو الانزيم اصبح اسمه ايه البيبسين البيبسين ده اللي هو انزيم البيبسين هيشتغل على مين على قطعة اللحم هيحول اللي هو اللحم ده الى حاجة اسمها عديدات البطايد عديدات البطايد فعلشان كده اللون بتاع الكاشف هنا ايه ما تغيرش لم يحدس ايه تغير خلي بنا طبعا الكلام ده هناخده ان شاء الله السنة الجاية بالتفصيل هنيجي رقم جيم التريبسين طبعا غلط عشان احنا قلنا ده بتشغل فيه واسق قالو اللي هو تمانية طبعا رقم ده اللي قلنا عليا غلط فاصبح كده اللي جاب الصحة رقمين 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 ايه العبارات التالية غير صحيحية يعني احنا بندور على حاجة غلط خلي بنا فرقم اليف بقول لي كل البروتينات انزيمات هل كل البروتينات انزيمات طبعا هل قطعة اللحمة اللي احنا بنقولها دي عبارة عن انزيم طبعا لا وبالتالي الكلام ده غلط فبالتالي ده اللي احنا بندور عليه دي الاجابة رقم بيه كل الانزيمات بها روابط بيبتدية طبعا الكلام ده صح ليه علشان والله اللي هي الانزيمات دي عبارة عن اللي هي مادة بروتينية والبروتين بتكون من أحماض أمينية والأحماض الأمينية بتحتوى على مين على روابط بيبتدية فالكلام ده صح كل الإنزيمات بروتينات محن للسائلين طبعا العبارات ده صح كل البروتينات بقى عنصر النتروجين علشان كل البروتينات بتحتوى على أحماض أمينية والحمض الأميني بيحتوى على مين على مجموعة الأمين ومجموعة الأمينة اللي هو الرمز بتاعه NH2 يعني بيحتوى على عنصر مين النتروجين فإذا دي كمان صح الرسمة البيانة التالية يمثل نشاط ثلاثة انزيمات مختلفة A و B و C في درجة حرارة مختلفة بدين هنا نشاط الانزيم وعند درجة مين الحرارة فبول هنا رقم الف أي هذه الانزيمات يتميز بأقل مدى حراري يعني مدى حراري المدى الحراري الانزيم اللي هو المدى بين درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها نشاط الانزيم ودرجة الحرارة اللي بيتوقف عندها نشاط الانزيم طب تعالى ناخد واحد واحد كده هنبدأ بالترتيب اللي هو قال عليه هنبدأ بالA عندنا أول untuk نشاط اللي هو للأنزيم اللي هو biological اللي والله بيبدأ يشتغل عندنا هنا من درجة كم من 15 إلى كم إلى 45 من 15 إلى 45 درجة هنأخذ بعد كده اللي هو الB عندنا الB هيبدأ من كم من 5 إلى كم إلى 80 من 5 إلى 80 بعد كده عندنا Soy ال fais الـ C يبدأ من كم هاي Ho Wik الى كام الى تمانين من اربعين الى تمانين درجة هو عاوز هنا ايه اقل مدى حراري اقل ايه مدى حراري طبعا اقل مدى حراري اللي هو هيكون مين اللي هو عندنا اللي هو الايه لان عند هنا لما اطرح الاتنين طول من بعض كده هيطلع لكم هيطلع لنا تلاتين انما هنا هيطلع لكم خمسة وسبعين هيطلع ل هنا كام اربعين فهنا المدى الحراري يعني المدى من اول هنا لحد هنا الخط اللي انا هعمله ده كده ده اسمه المدى الحراري من بداية نشاط الانزيم الى نهاية نشاط مين الانزيم الجزء ده كده هو قال لحاجة انما طبعا التاني اللي هو البيزة ما احنا شايفين كبير وعندي السياه يكون ايه اكبر منه وبالتالي نختار مين اللي هو الايه فقط يبا دي اللي جاء بالصح ايه هزي الانزيمات يتميز باكبر مدى حراري المرة ده عزمين اكبر مدى حراري والله احنا لسا يلين والله احنا قلنا الايه عندنا المدى بتاعه اللي هو 30 تمام احنا قلنا ده قال له هو قال لواحد فبالنسبة لنا كده هنركنه على جنب البي عندي كام 75 بيزان ده اكبر مدى عندي السي كام اللي هو اطرح ده من ده يطلع لي كام 40 فعندي اكبر مدى حرار اللي هو مين اللي هو البي وبالتالي هنا نختار مين اللي هو البي طيب انا عندي هنا الاختيارات لما جاء بص عليه كده انا عندي هنا اللي هو بقول لي السي طبعا السي حنونا 40 ما ينفعش نختاره البي فقط طبعا ده اللي جابة الصحة عندنا البي والسي احنا قلنا السي المدى بتاعه اللي هو 40 مش كبير اوه بتاعه ما ينفعش اختاره فاصبح السي غلط البي صح فاصبح تلعباره غلط قلنا هنا لو ايه احنا قلنا ده اقل مدى حراري ما ينفعش اختاره البي صح فاصبح تلعباره غلط يبا كده الصح رقم مين رقم بيه هي هزي الانزيمات الاقصر قدرة على تحمل الارتفاع في درجات الحرارة يا طرم مين اللي عنده قدرة يقدر يتحمل درجات الحرارة اللي هو يشتغل في درجة حرارة عالية طبعا عندنا اول واحد عندنا اللي هو الايه ده بيشتغل قلنا في مدى كام من 15 اللي كام الى 45 طبعا ده المدى بتاعه ايه هناخد اللي بعده كده البي عندي بيبدأ من اول 5 لحد 80 يعني يقدر يتحمل لدرجة كام 80 وبالتالي هنا المدى بتاعه كبير عند اللي هو السي هيبدأ من 40 لحد كام 80 يعني هنا هيصل لدرجة كام 80 يبقى معنا كده عند هنا فيه انزيمين اللي هو البي والسي عند البي قلنا من اول اللي هو 5 لحد كام 80 يبقى اقصى حاجة بالنسبة له كام 80 عند السي اقصى حاجة بالنسبة له كام 80 هو كمان وبالتالي نختار مين البي والسي تعال نشوف الاختيارات كده فعند هنا احنا اتفقنا البي والسي عند هنا رقم الف اللي هو البي والسي طبعا ده اللي جابة صح عندنا يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ألف المخطط التالي يعبر عن عمليتين رقم واحد ورقم اثنين تحدثان في خلية ناباتية خلي بالنا فبقول لنا اللي هو كلوكوز اللي هي العملية رقم واحدة تحول إلى نشا يعني حولت اللي هي السكرات الأحدية إلى السكرات اللي هي معقدة طبعا بسمى العملية ديت عملية ايه؟ عملية بناء يبقى رقم واحدة عبارة عن بناء أو بسمى عملية بلمرة هنشوف كده رقم اثنين عندي هنا رقم اثنين العملية رقم اثنين حولت اللي هو كلوكوز اللي هو السكر الأحدي إلى طاقة وطبعا الكلام ده بيتم داخل مين؟ داخل اللي هو الميتوكونديريا معنى كده اللي قدام دي بسمى عملية اللي هي هدم أو بسمى عملية اكسادة طبعا للحصول العالمية على الطاقة عشان نقدر استخدمها فيه إدراء اللي هي جميع اللي هي العملية ايه؟ الحيوية فبقول لنا هنا ماذا تمثل هاتان العمليتان فبقول للعملية رقم اثنين العملية رقم اثنين عملية هادم طبعاً الكلام ده صح العملية رقم واحد عملية بناء الكلام ده صح فأصبح ديها الإجابة اللي هي مزبوطة رقم بيها العملية رقم واحد عملية هادم هل واحد عملية اللي هي هادم طبعاً احنا عملنا بناء وبالمرة فأصبح ده غلط كده فأصبح تلعبار غلط كل من العملية واحد واثنين عمليات هادم طبعاً غلط احنا عملنا واحد اللي هي بناء وبالمرة وعملية اثنين اللي هي هدمة او اكسادة كل من العمليتين واحد واثنين عمليت بناء برضك ايه غلطي بالصحة رقم مين رقم الف من الرسم البيانة المقابل الذي يوضح تأثير الانزيم على طاقة التنشيط لاحد التفاعلات الكيميائية يعني طاقة التنشيط طاقة التنشيط عبارة عن اللي هي الحد الادنى من الطاقة لبدء مين التفاعلات الكيميائية خلي بالنا وطبعا هنا لما يكون عندنا موجود اللي هو انزيم بيقلل من طاقة مين اللي هو التنشيط اي مما يلي يمثل السهم الذي يوضح الاختزال في طاقة التنشيط نتيجة اضافة اللي هي انزيم يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا دلوقت عاوزين هندور الفرق بين حالة عدم وجود اللي هو الانزيم وحالة وجود مين اللي هو الانزيم عاوزين نجيب الفرق فين في طاقة ايه التنشيط تعالوا نبص كده مع بعضك كده عندنا طبعا ده الزمن وده طاقة مين التنشيط عنده هنا مادة التفاعل اللي انا ماشي عليه كده بالقلم كده ده في حالة اللي هو غياب اللي هو الانزيم يبقى كده اللي انا ماشي عليه كده في حالة مين غياب مين اللي هو الانزيم الخط الثاني كده اللي انا اعمله ليه عبارة طاقت طاقت التنشيب بس في حالة وجود مين اللي هو الانزيم اللي هو الجزء اللي قدامي ده كده اللي انا برسمه يبقى ده امتى في حالة ايه في حالة وجود مين اللي هو ايه اللي هو الانزيم الفرق بينهم طبعا اللي هو الجزء ده اللي هو قدامي ده كده اللي هو اسمه ايه اللي هو وساط وبالتالي نختار مين اللي هو وساط في التفاعل الانزيمي بين المعدة احنا عارفين المعدة بتفرز انزيم بسميه اللي هو انزيم اللي هو البيبسينوجين وبيتنشط عن طريق ال HCL ويتحول الى انزيم اللي هو البيبسين البيبسين ده بيشتغل في وسط حمدي وبيشتغل على المادة ايه البروتينية ويحولها الى حاجة اسمها عديدات البطايد فبقول لي هنا في اي حالة مما يأتي تزداد كمية نواتج التفاعل امتى تزداد كمية مين نواتج مين اللي هي التفاعل اول حاجة زيادة كمية المصبطات طب ما احنا عارفين المصبطات دي لما تزيد هتقلل مين اللي هي نواتج التفاعل مش هتزودها وبالتالي الكلام ده غلط زيادة تركيز ايون اللي هو الهيدروجين طب دلوقتي لما زود اللي هو تركيز ايون الهيدروجين هتزداد مين هتزداد اللي هي البي اتش وهو هني بيقول لي فين في المعدة والمعدة دي انها بتشتغل في وسط اللي هو حمضي من واحد ونص الى اتنين ونص هنا زودت هنا البي اتش يعني خليت الوسط قاله هل كده هتزود لكمية النواتج ولا تقللها ده مفروض تقللها ما نفعش اختارها زيادة مادة التفاعل طبعا هنا كل ما بزود مادة التفاعل هيقدن مين الى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي وبالتالي هنا هتزاد مين كمية نواتج ايه التفاعل وبالتالي ده الصح بالنسبة لها رقم مين ورقم جيم قلة كمية الانزيم طب دلوقتي كل ما بقى قلل كمية الانزيم كل ما يقلل مين كمية النواتج وبالتالي الكلام ده غلط يبقى الصحة رقم مين رقم جيم ادرس الشكل اللي زي امامك ثم اجب مدين هنا المادة الهدف ومدين هنا ايه الانزيم احنا عارفين طبعا اللي هي اهلية عمل انزيم بتعتمد على نظرية اللي هي الافلومين والله هو المفتاح بحيث ان هيحصل عملية تطابق بين شكل اللي هي مادة الهدف مع مين مع اللي هو الانزيم عشان يحصل تطابق بينهم والكلام ده طبعا بيتم من خلال اللي هو موقع بيسمي اللي هو موقع ايه اللي هو النشط تعالوا نشوف كده يا طرق مين هنا هيكون بيسألنا طبعا هنا مين اقصر تخصص ومين اقل تخصص تعالوا نبصوا كده على الشكل لو احنا اخدنا مثال كده عندنا اخدنا في اللي هي المرحلة الاعدادية في سنة تلت اعدادي كان عند مدرس العلوم كان بيدرس لنا تلت تلت فرق مع بعض اللي هو الكاميا والفيزياء والاحياء سنة اولى سنة وبدأنا هنا نلاقي هنا في تلت مدرسين عندنا في مدرس للاحياء في مدرس للفيزياء في مدرس لايه للكاميا يعني اصبح هنا ايه اعلى تخصص اكثر تخصص نفس الكلام عندنا هنا الانزيمات زي ما احنا عارفين بيكون في درجة معينة من يمن التخصص لما اجاب بص كده للشكل الاولاني هنا اللي هو موقع النشط هنا هيبدأ يرتبط مع الشكل ده بس وبالتالي هنا عنده موقع النشط واحد وبالتالي ده بيكون عنده هنا اعلى تخصص لانه ده هيشتغل على مادة واحدة فقط فده هيكون اعلى تخصص تعالي نشوف كده اللي هو الشكل التاني اللي هو ايه اتنين فان عندي هنا عنده هنا موقع النشط وعندي هنا موقع النشط تاني الموقع النشط الاولاني هيتفاعل مع المادة ديت وعند الموقع التاني ده هيتفاعل مع المادة ديت وبالتالي هنا عنده هنا ايه مادتين يعني يشتغل على مادتين تمام وبالتالي هنا ده هيكون ايه حالة ايه حالة وصف بينهم هما الاتنين يبا ده وصف عند اللي هو ايه ايه سريدة عنده هنا فيه تلات مواقع النشطة اذا الموقع الاول هنا هيتفاعل مع المادة ديت الموقع ده هيتفاعل مع المادة ديت والموقع ده هيتفاعل مع ايه مع اللي هي المادة الهدف ديت معنا كده عندي اللي هو ايه سريدة هيكون اللي هو اقل تخصص. عشان ده بيشتغل على تلات مواد. تعالوا نشوف الاختيارات. اي العبارات الاتية تعتبر صحيحة بالنسبة للانزيمات الموجودة في الشكل. اللي هو اي وان اللي هو ده. بقول اقل تخصص من اي سري. مفروض اقل ولا اعلى ده. مفروض اعلى تخصص. اصبح ده بالنسبة لنا. اي واحد اقصر تخصص من اي سري يعني ده. اعلى تخصص من ده طبعا الكلام ده صح فاصبح ده الاجابة. اي اتنين اللي هو ده اقل تخصص من اي اي اه تلاتة. يبقى اتنين اقل من تلاتة ده مفروض ده اعلى من ده عشان ده بتفعل مع مادتين بس انها ده بتفعل مع كم مع تلات مواد فاصبح الكلام ده غلط. جميع هذه الانزيمات على تخصص طبعا الكلام ده غلط. المفروض هنا طبعا عندي اللي هو اعلى تخصص اللي هو مين اللي هو اي واحد بيالي اللي هو اي اتنين بيالي اللي هو مين اللي هو إي اللي هو 3 وبالتالي الكلام ده غلط وهي بالصحة هكذا رقم مين ما رقم ما الشكل المقابل يوضح أحد خصائص الإنزيمات ما هي فهنا زي ما احنا شايفين مدين هنا اللي هو الإفل ومدين اللي هو المفتاح احنا هنا والله بتعتمد اللي هي عمل اللي هي لعية عمل الإنزيم على نظرية اللي هو الإفل ومين واللي هو المفتاح بيحصل تط shore between the two مع بعض وبالتالي هنا بسام الموقع ده بسامل اللي هو الموقع إيه اللي هو النشط فبول هنا تشارك فيه التفاعل دون أن تستهلك هل الرسمة اللي هي قدامي لها علاقة بالكلام ده طبعا لا تزيد من سورة التفاعله وكلام صح بس مالوش علاقة بإيه بالشكل القدامي تتخصص للاتحاد بمادة معينة طبعا ده الشكل القدامي بيدل على الكلام ده إن فيه موقع النشط عنده هنا ويحصل الارتباط بينه مهمة الاتنين وبالتالي هنا بيدل على القدام هنا إن إنزيمات عبارة إيه إنزيمات متخصصة أخلي بناها رقم ده تقلل طقط التنشيط العبارة صح بس هنا الشكل اللي قدامي مالوش علاقة بالله هو بيقول عليه فأصبح إيه ما فيه شخطر ماذا يحدث عند محاولة إجراء تفاعل إنزيمي بالمعمل دون استخدام الإنزيم اللازم ليتمامه داخل جسم الكهين الحي يطار هنا لا يتم التفاعل لغياب الإنزيم لا التفاعل يتم هنا بس هنا هيكون له خصائص معينة أو شروط معينة سوى درجة حرارة أو على حسب اللو أي الحاجة اللي أنا أستخدمها وبالتالي ما فيه شخطر ديه رقم بيه يتم التفاعل ويعطي نتائج مختلفة طبعا هو يديني نفس النتائج بس هنا هيكون المعدل بتاعه بطيء يتم التفاعل تحت شروط اللي هي خاصة واللي يتم التفاعل بمعدل أسرع طبعا بمعدل أسرع دي ما فيه شخطره لأن هنا هيكون فيه بطء لنتيجة عدم استخدام مين اللي هو الإنزيم وبالتالي ما فيه شخطر ديه يبقى الإجابة أفضل إجابة عندنا اللي هي رقم مين ورقم جيم هيتم التفاعل بس تحت شروط إيه اللي هي خاصة ما السبب في قلة النشاط الإنزيمي في الشكل صاد عنه في الشكل سين زي ما احنا شايفين هنا النشاط هنا أعلى في سين هنا كمية اللي هي الفقعة اللي هي طلع علي أكتر من هنا معنى كده النشاط هنا أكتر من هنا فبقول لي هنا يا طرق صاد النشاط الإنزيمي أقل من سين ليه تعالوا بص كده على الفرق بينهم هما الاتنين يعني عندنا هنا طبعا هما الاتنين عبارة عن محلوم منظم اللي هو البي اتش كام سبعة واربعة من عشرة عندنا هنا درجة الحرارة سبعة وثلاثين هنا كام سبعة وثلاثين تعالوا نشوف كده الاختيارات اللي هي عندنا فبقول لي رقم ألف تركيز المادة الهدف طبعا عندي هنا التركيز بتاع سين مساولي تركيز مين صاد يعني ما نفعش اختار ديه درجة الحرارة طبعا هما الاتنين درجة الحرارة كام سبعة وثلاثين يعني هما الاثنين زي بعض ما فيهاش اختارها وجود مصبتات ولا تغير البي اتش طب انا عندي البي اتش هما الاثنين زي بعض اللي هي كانت سبعة واربعة من عشر ما فيهاش اختار ديت هتفضل لمين الرقم جيم عندنا اللي هي وجود مين المصبتات في صاد هنا هو اللي خلاها يقل نشاط الانزيم في صاد عن مين عن سين وبالتالي ديت افضل اجابة عندنا في السؤال اي رسومات البيانية التالية يوضح العلاقة الصحيحة بين درجة الحرارة ونشاط انزيم ما احنا عارفين طبعا لو ما بيحصل ارتفاع لدرجة الحرارة عن الدرجة المثلة بتبدأ هنا اه يتوقف عن هي النشاط مين اللي هو الانزيم تماما تمام ولا يعود نشاطه مرة تانية لو انه خفضت مين درجة الحرارة طبعا الشكل الصح عندنا طبعا الاف ده بالنسبة لنا غلط علشان هنا نشاط الانزيم بيزدد بعد كده الصحي طبعا عندنا رقم بيه انا عندي هنا كل ما ابدأ ارفع درجة الحرارة هيصل إلى الدرجة اللي هي المسلة لو أنا زودت هنا الحرارة عن الدرجة المسلة هنا بيبدأ إيه لنشاط الإنزيم معنا إلى أن يتوقف لو أنا خفضت درجة الحرارة مرة تانية وقال للتاع هنا نشاط الإنزيم مش يرجع لعمله مرة تانية نتيجة اللي هي التغير الطبيعي لتركيب مين اللي هو الإنزيم وبالتالي الصح ده بالنسبة لنا دي بسمها الدرجة المسلة لدرجة نشاط عمل مين اللي هو الإنزيم هنيجي هنا ده أنا عندي هنا بدأ هنا إيه بي اللي هي الدرجة المصلة لنشاط الانزيم بعد كده بدأ يلي بعد كده بدأ يزيد طبعا الكلام ده غلط عندنا هنا نفس القصة عندنا برضك ايه غلط بالنسبة لنا يبس صح رقمين رقم به تعيش احد انواع البكتيريا في الابار الساخنة والتي تتروح درجة حرارتها من 85 درجة سليزيوز الى 95 درجة سليزيوز وتحتوي على انزيم بلمرة بسميه اللي هو الديينيه الذي يستخدم فيه عملية تضاعف اللي هو الديينيه طبعا الكلامنا ان شاء الله هناخده بالتفصيل في سنة 13 ان شاء الله اي رسومات البيانية التالية يمكن ان يعبر عن العلاقة بين معدل تضاعف اللي هو الديينيه البكتيري ودرجة الحرارة اللازمة لعمل هذا الانزيم هنشوف كده اول شكل عندنا هنا مدين هنا درجة الحرارة ومدين هنا مين معدل تضاعف اللي هو الديينيه عندي هنا الدرجة المصلة عنده زي ما احنا شايفين هنا اللي هي درجة تضاعف اللي هي الديينيه لما اجي بصكه على درجة الحرار كام حوالي يجد من ستين وهنا قال لي هنا بتتروح من خمسة وتمانين لكام لخمسة وتسعين ده المدى بتاعه وبالتالي هنا لما يقول لي هنا خمسين او ستين حتى بنسبانها غلط فاصبح ده منفعش اختاره هنيجي هنا معدل تضعوب الانزيم هنا دي درج عشر عمال يزيد معايا وصلنا للستين عمال يزداد معايا والمنحانة طالع معايا الاعلى يبايا اذا ده الشكل الصحي بالنسبة للينا احنا نختاره لان هنا قلنا المادة الحراري بتاع الانزيم من 85 لكام الى 95 ال85 ديتنا اقل درجة حرارة هيبدأ ايه نشاط الانزيم عندها وال95 اقصى درجة حرارة هيصل لها ايه اللي هو الانزيم وبالتالي ده صحي بالنسبة لنا هنيجي هنا اعلى هنا نشاط ليه اللي هو الانزيم لو معدل تضعف هيكون هنا منزل كده لتحت كده هليه حوالي كام 50 طبعا الكلام ده غلط احنا قلنا مفروض من 85 ل95 هنيجي هنا هنا كان في البداية والليل وهنا بدأ يثبت معايا عند درجة كام 60 ده مفروض يزيد معايا ما يقلش معايا او ما يثبتش معايا فاصبح ده كمان غلط يبس صح رقم مين رقم بيه الجدول المقابل يوضح المشاط الانزيمي لعمل سلاسة انزيمات الف وبيه وجيم مستخلصة من الجهاز الهضمي لجسم الانسان ادريسي ثم اجيب تعلم بص كده اللي قدامنا عند هنا البي اتش من اول واحد لحد كامل لحد عشرة وعند هنا نشاط الانزيم اللي هو رقم الف هنشوف هنا اعلى نشاط الانزيم اللي هو اعلى رقم هنا بالنسبة لنا اللي هو كام اللي هو الستين في ستين وسبعين يبقى هنا اتنين وسبعين ده اعلى نشاط بالنسبة لنا البي اتش بتاعته كامل تمانية يعني معايا كده الانزيم الف ده هيشتغل في وسط ايه في وسط قلوي يبقى عند الف في وسط مين قلوي وفيه 75 أعلى الرقم هنا قدامي كام 75 ده البيتش كام اللي هو 2 يعني معنا كده ده وسط إيه وسط حمدي هنشوف الإنزيم اللي هو رقم جيم أعلى هنا رقم قدامي كام 78 78 في وسط مين اللي هو 8 يعني وسط إيه وسط قلبي تعال نشوف الاختيارات فبقول لي ماذا تتوقع عن يكون الإنزيم اللي هو رقم به إحنا عمنا رقم به 10.000 في وسط مين في وسط حمدي وأين هيعمل هل اللي هو التربسين والله التربسين ده بيشتغل في الأمعاء في وسط قلبي ما يفعش أختاره البيبسين طبعا صح عشان ده بيشتغل في وسط حمدي وطبعا ما كانوا فين في المعدة عشان بتفرز اللي هو الـ HCL والبيبسين ده بيشتغل فيه مدى من 1.5 إلى 2.5 يعني وسط مين حمدي فأصبح ده الإجابة الصح عندنا رقم مين ورقم به رقم جيم البيبسين صح في الأمعاء الدقيقة لا والله البيبسين ده ما كانوا فين في المعدة فأصبح ده غلط بالنسبة لنا التريبسين إحنا قلنا مفروض البيبسين لأن التريبسين ده مكانه في الأمعاء تمام؟ في المعدة ده صح أصبحت العبارة إيه غلط ما الوسط الذي يعمل فيه كل من الإنزيم رقم به والإنزيم من رقم جيم على الترتيب بأقصى نشاط إحنا هنا عاوزين مين الوسط يعني هو الوسط حمدي ولا قاعدي فعنده هبدأ ببيه والله يبقى إزا ما احنا تفانوا أنه وسط مين وسط حمدي وعنده اللي هو جيم وسط مين قلوي يعني هبدأ بيه اللي هو حمدي وبعد كده قلوي حمدي قلوي اللي هو مين اللي هو اللي جاب رقم مين رقم دال ما سبب توقف عمل الإنزيم رقم ألف رقم ألف هنحنا بيشتعل عنده في وسط مين في وسط قلوي خليبنا تمام؟ في منطقة عمل الإنزيم رقم بيه اللي هو الوسط مين اللي هو الوسط الحمدي يطر يتوقف ليه فبقول لي هنا تغير تركيز الإنزيم لا تركيز الإنزيم ما تغيرش تغير تركيز مادة الهدف برضك التركيز بتاعها. تغير درجة البي اتش طبعا ده هو السبب في ان في توقف عمل مين الانزيم? لان الانزيم الاولان اللي هو اله ده مفروض ده بيشتغل في الفم. بسميه الاله هو انزيم اللي هو اتيالين او بسميه اللي هو الامايلز وده بيفرس فيه اللي هو الفم. بيشتغل في البي اتش بتاعته اللي هي حوالي سبعة واربعة من عشر. يعني وسط قولوي. بعد كده ما يصل الى المعد ها يبدأ يتوقف لان المعدة هتفرز اللي هو اله وده وسط ايه وسط حمدي وبالتالي هنا لتغير معنى مين اللي هو ايه البي اتش طبعا الكلام ده ان شاء الله السنة الجاية ناخده بالتفصيل تغير طبيعة الانزيم هل طبيعة الانزيم متغيرت طبعا الكلام ده غلط هنا طبيعة الانزيم متغيرتش انما اللي بيتغير هنا اللي هو البي اتش فيما يتشابه الانزيم رقم الف مع الانزيم رقم جيم الف انا عندي بيشتغل في وسط مين في وسط قلو ما احنا التفاقنا وجئين برضا ويشتغل في وسط ايه اللي هو إقلا ويعني هما الاثنين بيكون البي اتش بتاعتهم متماثلة هما الاثنين زي بعض فبقول هنه رقم الف تركيز ايونات ال الهيدروجين المناسبة للعمل هل تركيز ايونات ال الهيدروجين ال الاثنين زي بعض ايه رأيكم صحو الل comet طبعا صح وزي الفل لانihنا البي اتش بتاعتهم هما الاثنين متماثلة تركيز المادة الهدف لا تركيز الانزيم برضا غلط وغضم مصبتات برضا غلطي بهم الاتنين متشابهين مع بعض فين في البي اتش يعني تركيز ايونات اللي هي الهيدروجين اللي هي تعريف اللي هي مين اللي هي البي اتش اذا علمت ان انزيم البيبسين احنا هنا ده انزيم ده بيشتغل في المعدة في وسط حمد من واحد ونص الاتنين ونص يساعد على عملية تضم البروتينات في المعدة هيحاول البروتينات الى حاجة اسمها عديدات البيبطايد اي رسومات البيانية التالية يوضح ما يحدث لنشاط انزيم البيبسين اذا زادت قيمة البي اتش في المعدة لو احنا زودنا البي اتش في المعدة يا طرق اللي يحصل تعالي نشوف كده الاختيارات اللي هي عندنا فانا عندي هنا اللي هو الاختيار اللي هو رقم اه الف عندي هنا اه نشاط الانزيم هنا زيادة وبعد كده بدأ يقل لما يصل الاتنين ده المفروض هنا كان يزيد لما يصل الاتنين عشان البي اتش المصلة بتاعته من واحد ونص من واحد ونص الى اتنين ونص يعني ده الدرجة المصلحة لدرجة عمل نشاط الانزيم المفروض عند اتنين هنا ولايلا ده ده مفروض يكون اعلى حاجة هنيجي هنا لما وصلنا الاتنين هنا بدأ يزبط مين نشاط الانزيم واستمر على كده يعني لما زودت البي اتش الاربعة برضك اللي هو النشاط الانزيم ثابت معي ده مفروض يقل اصبحه غلط بنسبانه هنيجي هنا رقم جيم طبعا دي الاجابة الصح لان هنا نشاط الانزيم اعلى ما يمكن عند كام حوالي اتنين تمام وبالتالي هنا اللي ما ببدأ ازود اللي هو آآ البي اتش عن اللي هو اتنين او اتنين ونص بيبدأ يقل معي مين نشاط الانزيم الى ان يتوقف وبالتالي الكلام ده صح همنيجي رقم دال مديني هنا بدأ هنا يزداد نشاط الانزيم عند حوالي اللي هي واحد ونص وبعد كده بدأ يقل عند اتنين ده مفروض عند اتنين كان يكون اعلى حاجة فاصبح ده بنسبة لنا غلط يبقى الصحة رقم مين رقم جي في تجربة معملية الشكل رقم واحد يوضح بداية التجربة الشكل ده بداية التجربة حيث تم وضع انبوبة اختبار تحتوي على محلول النشا يبدأ انبوبة اختبار تحتوي على مين محلول النشا وانزيم اللي هو الامايليز خلي بالنا الانزيم ده هيحول النشا الى سكر اللي هو الملتوز وده سكر سنائي في حمام ماء درجة حرارته خمسة وخمسين خلي بالنا من درجة الحرارة دي وقيمة البي اتش الساوي اللي هي سبعة واربعة من عشرة انا عندنا درجة حرارة هنا غير مناسبة لعمل الانزيم خلي بالنا البي اتش صح لان الانزيم ده بيشتغل في واصل قلبه ضعيف اللي هي سبعة واربعة من عشرة بس المشكلة هنا فين في درجة الحرارة الشكل رقم اتنين يوضح التجربة بعد مرور عدة ساعات من خلال ذلك اجب ده الشكل مين اللي هو رقم اتنين بعد مرور عدة ساعات فبول هنا اي مما يلي من مطاقة ان يحتوي عليه اللي هو المحلول اللي هو سين يطار سين ده هيكون في ايه يطار النش اللي كانت عندي هنا هتنها النش زي ما هي ولا هتتحول الى سكر اللي هو الملتوز ايه رأيكم طبعا هتنها النش زي ما هي يعني نختار مين هنختار اللي جابها رقم الف ليه النش هنا مش هتتحول برغم من انا حطت عليها الانزيم لو قال عليه اللي هو الاميليز لان درجة الحرارة هنا عالية اللي هي كام خمسة وخمسين الدرجة خمسة وخمسين دي تناه هتغير اللي هي طبيعي التركيب مين اللي هو الانزيم الاميليز وبالتالي هنا مش هيشتغل وبالتالي هيتنى النشا ايه زي ما هي فيه اللي هو سين ما ينفعش اختار هنا نشا وسكر سناي لان السكر السناي ده مفروض بيجي من هنا نتيجة اللو عن نشاط الانزيم والانزيم اصلا ما اشتغلش النشا صح انما ده غلط السكر السناي احنا قلنا كلام ده امتى لو قد درجة حرارة مناسبة لها 37 كنت اختار ده فاصبح ده بالنسبة لنا غلط السكر السناي قلنا غلط انزيم الاميليز غلط فاصبح الاجابة الصحة رقم الف بعد انتهاء التجربة بعد انتهاء مين اللي هي التجربة تم وضع مبتل الاختبار مرة اخرى في حمام مائي حطناه مرة تنافين في الحمام المائي درجة حرارته كام اللي هي 35 درجة موية يعني درجة حرارة مناسبة ونفس قيمة اللي هي البي اتش اللي هي 7 و 4 من 10 اللي هو اللي علا في البداية تمام يعني درجة مصلحية كمان فاي مما يلي من الممكن ان يحتوي عليه المحلول اللي هو سين بعد مرور عدة ساعات يا طرسين هيحتوي على ايه بعد عدة ساعات هنسل نفسنا سؤال هو دلوقتي هنا انا وصلت الانزيم لدرجة كام 55 درجة ايه اللي حصل للانزيم الطبيعة بتاعته اتغيرت تركيب الطبيعة بتاع الانزيم اتغير تمام لان عبارة عن مادة بروتينية هل دلوقتي لما خفض الحرارة ووصلها ل 35 درجة مقوية هل هنا نشاط الانزيم هيرجع مرة تنية واشتغل طبعا لا وبالتالي هنا المحلول هيتاني زي ما هو ايه النشا زي ما هو هنختار مين النشا لان هنا طبيعة اللي هي تركيب الانزيم اتغيرت وبالتالي هنا ايه لا يعمل حتى لو انا خفضت مرة تانية مين اللي هو درجة ايه اللي هو الحرارة احنا قلنا تركيب الطبيعي الانزيم اتغير ومش هيرجع لنشاطهم مرة تانية حتى لو انا خفضت مين درجة الحرارة عند طبعا النشا صح انما السكر السنائي غلط عشان السكر السنائي يعاوز اللي هو انزيم والانزيم اصلا قلنا طبيعته ضيارة السكر السنية غلط زي ما احنا نسألين السكر السنية غلط فاصبح الصح رقم الف المخطط التالي يوضح ما صار احد التفاعلات الكيميائية خلال احدى التجارب المعملية. عند هنا مادة التفاعل. ضفنا عليها انزيم رقم واحد حولها الى المادة اسمها سين بعد كده ضفنا انزيم رقم اثنين حولها المادة اسمها صاد. بعد كده ضفنا الانزيم لو رقم ثلاثة حولها الى نواتج التفاعل فبقل ما الذي تتوقع حدوثه عند وضع كمية اضافية من المادة اللي هي اصاد اللي هي قدامنا ديات للتفاعل كيميائي يا ترى رقم الف يزداد نشاط الانزيم اللي هو رقم تلاتة اللي هو قدامي ده وتزداد نواتج التفاعل اللي هي قدامي اي رايكم طبعا صح وزال فل دلوقتي اللي ما ابدأ اضيف هنا كمية منين اللي هي المادة اللي هي اصاد طبعا دي بسمها مادة اللي هي التفاعل هيقدل مين الى زيادة نشاط مين اللي هو اللي هو رقم تلاتة اللي هو بيشتغل عليها وبالتالي هنا يزود لمين نواتج التفاعل فكلام ده صح يبديه الإجابة تعال نشوف اللي بعدها كده يقل لن نشاط الانزيم رقم تلاتة طب هيا يقل لي ليه ده نظف طلو هنا اللي هي مين اللي هي مادة التفاعل بتاعته وكل ما يبدأ زود اللي هي مادة التفاعل كل ما يزداد نشاط مين اللي هو الانزيم مش هيقل فأصبح ده غلط وهنا كمان بيقول لي تقل لمين نواتج التفاعل لا ده مفروض تزداد يزداد نشاط الانزيم رقم ثلاثة طيب ماشي صح وتقل نواتج التفاعل طبقات إيه ليه؟ أنا زودت مادة التفاعل طالما زودت مادة التفاعل المفروض يزداد معي مين نواتج ايه التفاعل فأصبح ده غلط بالنسبة لنا رقم دال يقل نشاط الانزيم رقم ثلاثة لا ده مفروض يزداد وتزداد نواتج التفاعل ده صح وده غلط فأصبح العبارة غلط طيب كده الإجابة الصحة رقم الف الرسم البيانة مقابل يوضح تأثير إنزيم الأميليز في هضم النشا إنزيم الأميليز بيعمل بيحول النشا إلى اللي هو سكر الملتوز وده سكر سونائي عند سلاس درجات حرارة مختلفة أي مما يلي يمكن استنتاجه تعالى نبص على الشكل كده أنا عندي هنا الزمن تمام وعند هنا هنا تركيز اللي هي النواتج اللي هو التفاعل فعند هنا هنا تركيز اللي هو نواتج التفاعل زي ما احنا شايفين عند الخط الأحمر ده اللي هي درجة 30 ده أعلى نشاطة عندنا أقل منه شوية اللي هو كامل اللي هو 40 وقال لحاجة كامل اللي هو كامل اللي هو 50 فهنا بقول رقم ألف درجة الحرارة اللي هي الخمسين الخمسين خلي بنا اللي هو الخط الأخضر ده هي الدرجة المست لعمل الإنزيم طبعا الكلام ده أقل لحاجه قدامي فأصبح ده من نسبة غلط يتغير التركيب الطبيعي للإنزيم عند درجة 40 درجة مقاوية طبعا لا لأن هنا الإنزيم شغال زي ما احنا شايفين وهنا تركيز النواتج إيه بدأ إيه يصل إلى مدى معينة اللي هي أو يزبط عندها مدى معينة اللي هو قدامي اللي عندها درجة كامل 40 طبعا الكلام ده غلط أفضل نتيجة لهضم النشاطة عند درجة حرارة 30 بعد مرور 40 ثانية فين 40 ثانية ده 30 ثانية ده حوالي ده 50 هنقول هنا يعني يعني هنا فعلا ده أعلى إيه أعلى نتيجة لهضم النشاطة فعلا عند درجة كامل 30 قلنا ده أعلى تركيز نواتج التفاعل وبالتالي صحي الكلام ده بالنسبة لنا يبقى دي كده الإجابة رقم دال يبدأ هضم النشاطة بعد مرور 60 ثانية بعد مرور 60 ثانية عند درجة حرارة 30 طب ما أنا عندي هنا من البداية هو عمال هنا يزداد مين نواتج اللي هي التفاعل معايا وبالتالي معنا كده عمال يحصل هضم مين للنشاطة فأصبح الكلام ده غلط بالنسبة لنا يبقى الصحي رقم مين رقم جيم يمثل الرسمان البيانيان أتاليان معدل تفاعل لعدة أنواع من الإنزيمات عند درجات حرارة وBH مختلفة إدرس المنحنيات ثم أجيب تعال نبصك على الرسمة الأولينية ده معدل التفاعل وعندي هنا الBH وده اللي هو معدل التفاعل وعندي هنا مرضي إيه درجة الحرارة تعال نشوفه طالب إيه فأقول لي هنا أي من المنحنيات تمثل مدى درجة الحرارة ودرجة الBH الإنزيم مستخلص من معدة إنسان منين من معدة إنسان نفسنا سؤال هو الإنزيم الموجود في معدة الإنسان اسمه إنزيم إيه اسمه اللي هو البيبسين تمام طيب البيبسين ده بيشتغل فيه اللي هو درجة حرارة مصلة كام اللي هي حوالي 37 لأن دي درجة حرارة الإنسان لأن بقول إنسان دي أول حاجة عندنا يبقى الحرارة هدور على الدرجة المصلة لأن هنا بيكلامنا على مين على درجة إيه درجة مصلة يبقى نختار كام 37 طيب أناخد الحاجة الثانية عندنا اللي هي البياتش عندي هنا اللي هو إنزيم البيبسين بيشتغل فيه بياتش اللي هي وسط حيام دين من 1.5 إلى 2.5 تعالى نشوف كده مع بعض فبقول لي المنحنى رقم 1 المنحنى رقم 1 عندنا اللي هو قدامي اللي هو ده المنحنى اللي هو رقم 1 وده 2 وده 3 4 5 فالمنحنى رقم 1 عنده هنا من أول سفر لحد اللي هي حوالي 45 دي درجة الحرارة خلي بالنا ودي درجة حرارة مصلة لان هنا سبعة وتلاتين في النص عندها تقريبا اللي هي الدرجة المصلة للنشاط مين الانزيم فاذا رقم واحد كده بالنسبة لنا صح يبقى اي حاجة فيها واحد صح بالنسبة لنا هناخد الحاجة التانية عندنا اللي هي مين اللي هي البي اتش البي اتش احنا قلنا وسط مين وسط حمد اللي ان البي اتش بتاعته من واحد ونص الى اتنين ونص عند هنا وسط حمد اللي هي اتنين اها بيكون أعلى نشاط الإنزيم يعني منحنا رقم كام رقم أربعة يبقى أربعة صحة بالنسبة لنا يبقى كده دي الإجابة بقول لي هنا لو المنحنا رقم خمسة خمسة هنا البي اتش بتاعته كام تمانية يعني وصل قليلا ما يفعش معنا هنيجي هنا ده هما الاتنين غلط أربعة صح انما دي غلط فأصبحت الهبارة غلط هنيجي هنا منحنا رقم تلاتة طبعا هنا انحرار بتاعته عليها جدا ما يفعش اختاره ومنحنا رقم أربعة اللو صح بالنسبة لنا فأصبحت الهبارة غلط يبقى كده الصحارة قمين ألا كم ألف أي من المنحنايات تمثل مدى درجة الحرارة ودرجة البي اتش لإنزيم مستخلص من بكتيريا تعيش في ينابيع حارة ينابيع اي حارة خليبنا تصل درجة حرارتها إلى خمسة وسبعين درجة ماءوية أو أقصر كمان وزات وصق قاعدة يبقى هنا عاوز حاجتين أول حاجة يكون اللي هو الحرارة بتاعتها عالية تعالوا بصع منحنية كده بالنسبة للحرارة أنا عندي أول منحنة احنا وقلنا هنا من أول صفرة حد كام خمسة واربعين ما فعش أختاره المنحنة التانية من أول اللي هو حوالي خمسة وارشين إلى حوالي خمسة وستين ما فعش أختاره هناخد منحنة التالت اللي هو من أول أربعين لحد كام لحد تسعين تقريبا اللي هو منحنة رقم كام رقم تلاتة يبقى رقم تلاتة كده معنا ده أول حاجة يبقى ايه منحنة رقم 3 والحاجة التانية عندنا اللي هو البي اتش هو ألف وسط مين في وسط اللي هو قاعد يخلي بالي طبعا ده وسط حمد مفهش أختاره هنختار مين اللي هو رقم 5 علشان هنا الدرجة المصلة بتاعته اللي هي كام حوالي 8 قدامها ده معدل نشاط الانزيم أعلى ما يمكن يعني نختار مين منحنة رقم 5 يبقى عندنا الإجابة هنختار مين هنختار اللي هو منحنة رقم 3 ومنحنة رقم 5 ثلاثة وخمسة يعني اللي هو اللي جاء برقمين ورقم دال فيما يلي سلاسة رسومات بيانية تصف التغيرات في تركيز كل من الانزيم والبروتين بيكلمنا على مادة بروتينية خليبنا والأحماض الأمينية اللي هي بتنتج نتيجة هضمين البروتين النتيجة بتأثير فعالية انزيم ما يحلل البروتين أي الاختيارات التالية تلائم التغيرات في كل من هذه الرسومات هم جاء بص كده على اللي هو الشكل اللي هو به قدامي كده التركيز بتاعي هنا مع مرور الزمن ثابت بالنسبة لنا ما بيتغيرش معنا كده اللي هو به ده عبارة عن اللي هو الانزيم يبدأ عبارة عن الانزيم عندي هنا كان حاجة هنا في البداية كتير ومع مرور الزمن عمال يقل معايا طبعا دي عبارة عن مين عبارة عن مادة التفاعل مادة التفاعل اللي هي عبارة عن اللي هي البروتين لأن بيكون في البداية تركيزه 100% ومع مرور الوقت عمال يقل إلى أن يصل إلى 0% أما الأول إيه ده كانت حاجة هنا قليلة في البداية وعملة تزيد معايا معنى كده ديت عبارة عن مين عبارة عن نواتج التفاعل ونواتج التفاعل هنا اللي قدامنا نواتج التفاعل ونواتج التفاعل هنا اللي قدامنا اللي هي عبارة عن مين عبارة عن الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية فبول هنا شوف الاختيارات فبول إيه إنزيم هل الإيه إنزيم طبعا غلط مش لازم نكمل البي إنزيم البي إنزيم صح ال-C بروتين ال-C بروتين تمام واللي هو ال-A اللي هو أحمد أمينية يبديل الإجابة الصحة تعالوا نبصر رقم جيم كده بقول لل-B إنزيم تمام ال-A بروتين ال-A قلنا أحمد أمينية فأصبح غلط فأصبحت العبارة غلط ال-C إنزيم لا كلام ده غلط المفروض ال-B هو الإنزيم عشان سبت معايا فأصبح الإجابة رقم مين رقم بي الجدول التالي يوضح بعض الإنزيمات التي تعمل في مواقع مختلفة سين وصاد وعين من الجهاز الهضم للإنسان والرقم الهيدروجيني المناسب لعمل كل منها في مدين هنا موقع الإنزيم اللي هو أول إنزيم عندنا اللي هو سين وده بيشتغل فيه اللوى الفم الإنزيم ده اسمه الأميليز اللوى اللعابي أو بسميه اللوى التيالين وده بيشتغل فيه مدى من سبع واثنين من عشر إلى سبع ونص يعني وسط اللي هو قلب وضعيف في المعدة اللوى صاد إنزيم اللي هو البيبسين بيشتغل فيه مدى من واحد ونص الاثنين ونص يعني وسط حمدي عندنا معاة الدقيقة اللي هي عين اللواء انزيم اللواء الاميليز اللي هو بين كرياسي والتيريبسين واللايبيز وكل ده بيشتغل في مدى من سبعة ونص الى تمانية يعني وسط قلوي فبقول لي هنا من اللواء الرسم من الرسم البياني مقابل للجدول اي رسمات البيانية التالية يمثل نتيجة لحدوث خلل في الموقع الصاد فقط فقط خلي بالي ادى الى تصبيت الافراز تصبيت يعني ايه يعني تقليل اللواء افراز اللواء الانزيم طب المعدة هتفرز انزيم اسمه ايه اللواء البيبسين اللواء بيشتغل في وسط حمدي من واحد ونص الاثنين ونص هنيجي هنا نبص لي اللواء الشكل الرقم الف انا عندي هنا سين كان بيشتغل فيه اللواء ووسط مين ووسط قلوي ضعيف اللواء من سبعة واثنين من عشر لسبعة ونص فهو زي ما هو معنا كده هيفرز زي ما هو وعند عين برضك في نفس اللواء المدى بتاع الواء كان من اللواء سبعة ونصف التمانية وعند الصاد اللي هو البي اتش بتاعه هنا قليل برضك يعني في وسط حين دي في اذن ده ما ينفعش اختار الشكل ده لان هنا بقول لي ايه الى تصبيت الافراز يعني هنا الافراز ما يفرص خلي بنا والخلل في انفصاد بس يعني هركز على صاد هنيجي هنا مجا بص كده على صاد يعني عند هنا سين الاول اللي هو المادة بتاع زمه هو سبعة يعني وثق الو ضعيف وعند عين برضك وثق هلوي وعند هنا صاد اصبح هنا البي اتش بتاعته كام اصبح وسط قالوي يبقى عند هنا البي اتش اصبح حوالي سبعة وشوية يعني وسط قالوي طب هل صاد بيشتغل في وسط حمده ولا قالوي ده مفروض في وسط حمده تمام من واحد ونص الاثنين ونص هنا الوسط تغير لما الوسط يتغير هنا هيؤدي مين هيؤدي الى تصبيت الافراز يعني الافراز بتاعهم مش هيفرزه بالتالي ده الصح بالنسبان طب هنيجي الرقم جيم انا عندي سين بالنسبان لنا صح لأن الوسط هنا قلو ضعيف عند إصاد هنا اللي هو الوسط الحامدي تمام وبالتالي ده غلق ده بالنسبة لنا عند عين هنا ده هو هنا حصل للتصبيت اللي هو المين لعين لأنه مفروض عين بيشتغل من 7.5 إلى 8 أصبح هنا في وسط حامدي وسط إيه وسط حامدي أصبح ما ينفعش اختاره لأنه هو بيسألنا على مين بيسألنا على صاد وليس عين التصبيت حصل لصاد وليس العين خلي بنا هنيجي هنا الرقم ده إيه رقم ده اللي عندي هنا خلال اللي هو سين ده وسط حامدي وهم مفروض يشتغل لأنه وسط إيه قلوي فأصبح غلب بالنسبة لنا طبعا اللي هو صاد بالنسبة لنا هيكون هنا اللي هو حوالي 13 البيئتش بتاعته المصلة 13 طبعا الكلام ده هيحصل له تصبيت بس عين كمان هيحصل له تصبيت وكمان سين هيحصل له إيه تصبيت أصبح بالنسبة لنا مفعش اختار الشكل ده إيه بس صحة كده بالنسبة لنا اللي هو إيه بيه علشان هنا قال لي إيه خلال لمين إيه صاد إيه صاد فقط خلي بالن مش لكل الانزيمات اللي هي قدامنا فعشان كده نختار مين اللي هو رقم به قام أحد الطلاب بإعداد أنبوبة اختبار تحتوي على محلول نشا وانزيم اللي هو الأميليز خلي بالن انزيم الأميليز بيحلل النشا ويحولها إلى اللي هو سكر ملتوز وده سكر سنائي مع توفير اللي هو الظروف المناسبة اللي عمله أي مما يلي يمكن للطالب إجراءه للتأكد من هضم النشا إحنا وانا والله النشا هتتحول إلى سكر مين سكر اللي هو الملتوز فإحنا دلوقتي عايزين نعرف النشا موجودة ولا لأ هنعرف عن طريق مين يا طرق إضافة اللي هو كشف البيوريت طب كشف البيوريت بس أدمه في الكشف عن مين عن البروتينات مالوش علاقة بالنشا إضافة حمد الـ HCL المخفف طب ده الحمد ده بيخلي اللي هو أنزيم اللي هو البيبسين مناسب لعمله اللي هو موجود في المعدة مالوش علاقة مين بالنشا إضافة محلول اللي هو طبعا دي الإجابة الصحة عندنا إحنا عارفين محلول اللي هو اللون اللي هو برتقالي والله لو فيه عندنا نشا هيتحول إلى اللون اللي هو الأزرق الداكن ده معنى كده النشا موجودة لو حصل عملية هضم للنشا اللون بتاع اللي هو محلول هيتنه زي ما هو اللونه وإيه لونه برتقالي قياس حجم محتوية الأمبوبة قبل أو بعد التجربة طب هل حجم محتوية الأمبوبة يتغير لا طبعا مش هيتغير أنا عندي هنا في بداية التفاعل بيكون نسبة متفاعلة نسبتها كم 100% وفي نهاية اللي هي التفاعل بيكون نسبتها 0% أما اللي هي بعد اللي هي إجراء التجربة بيكون اللي هي النواتج عندي في بداية التفاعل بيكون 0% وفي نهاية التفاعل بيكون كم 100% يعني معنى كده محتوية الأمبوبة الحجم انتحها مش هيتغير وبالتالي ما يفعش اختار الاختيار ده يبا كده الصحة رقم جيم يستخدم الصيادون السلج لحفظ الاسماك التي يقومون باستياضة يعني اي ناس بتستطيع سمج بيحطوا عليه تلج يا ترى ليه كيف يحافظ السلج على الاسماك طازجة انا هنا بتكلم على درجة حرارة خلي بنا فبقول لي هنا يوقف نشاط الانزيمات المحللة للخلية طبعا دي الصح عندنا لان هنا بقلل درجة مين اللي هي النشاط مين اللي هي الانزيم زي ما يكون عاوز احفظ اي حاجة بحطها فيه جوه التلاجة او جوه الفيريزر رقم بيه بزيادة نشاط عملية التمثيل الغذائي للخلية هل هيزود النشاط ولا يقلل النشاط فاصبح ده غلب بالنسبة لنا بتغيير او يغير اللي هو قيمة البي اتش للوسط المحب بالاسماك هل لما حط التلج هيغير البي اتش طبعا انا بكلم على درجة حرارة بيغير طبيعة الانزيمات المحللة للخلاية الكلام ده والله لما ارفع درجة الحرارة مش لما قللها انا هنا حطيت ايه حطيت تلج عندي هنا يعني بقلل الحرارة هو ليس ايه برفع ايه الحرارة فاصبح ده كمان غلط هاي الخصائص التالية تجعل الانزيمات مفيدة في العديد من المجالات تعمل الانزيمات في نطاق واسع من البي اتش هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط احنا عارفين طبعا الانزيمات بتعمل فيه مدى ضيق من ايه من اللي هي البي اتش لان كل الانزيم بكله بي اتش ايه مصلب يعمل عندها ايه بي اللي هو كفاءة تزديد الانزيمات من سرعة تفاعلات معينة طبعا ده هي اجابة صح احنا عارفين طبعا اللي هي الانزيمات بتقلل من طاقة التنشيط وبالتالي هنا بتزود لمهين من سرعة التفاعلات رقم جيم يرتبط بالموقع النشط للانزيم العديد من مواد اللي هي التفاعل هل العديد ولا مادة واحدة ضمفروض الانزيمات متخصصة يعني هنا بتشغل على مادة واحدة وليس العديد من ايه من مواد التفاعل لا تتغير طبيعة الانزيمات بسهولة لا طبعا متتغير بسهولة لما ارفع درجة ايه الحرارة بتاعتها تمام وبالتالي ده كمان غلط بس صح كده رقم مين رقم بي بمشيط ربنا انحلم بعض سلة المقال والمستوات العالية في التفكير على درس التفاعلات الكيميائية في اقسام مكانات الحقيقة صفحة 102 اول سؤال نعطي مثالا لعملية بالمرة في خلايا النبات احنا عارفين النبات بيقوم بعملية اسمها عملية البناء الضوي بيصنع خلالها اللي هو كلوكوز كلوكوز هنا بيستخدم فيه جوزء منه فيه انتاج اللي هي الطاقة اللي هي الATP واللي هو الفائضة عن حاجة النبات بيبدأ يخزن داخل اللي هو النبات على هي تنشا وبيسمي العملية التي تعملت مين اللي هي البلمرة في ضوء دراستك للتنمثيل الغذائي ماذا يحدث للعضلات اثناء التدريبات الرياضية اثناء التدريبات الرياضية هنا العضلات هنا بتحتاج لطاقة فانا عندي هنا الجسم هنا هيبدأ يحاول اللي هي اللي متخزن جوه الجسم اللي هو الجليكوجين احنا عارفين الجليكوجين بيخزن داخل الكبد والعضلات فعند هنا اللي هو الجليكوجين اللي هو متخزن جوه اللي هي العضلات هيبدأ يتحول إلى كلوكوز علشان يتم اللي هي عملية اللي هي الاكسادة بتاعته داخل مين داخل اللي هي الميتوكنديريا علشان يتم الحصول على مين على اللي هي الطاقة اللي هي الـ ATP اللي هي اللازمة للعضلات عشان الإنسان يقدر إيه يجري لهو عملية اللي هي تدريبية رياضية تستطيع الخلية الحية إتمام التفاعلات الكيميائية بسرعة أكبر واستهلاك طاقة تنشيط أقل فسر ذلك طبعاً الكلام ده بيتمع عن طريق مين عن طريق اللي هي وده اللي هي الإنزيمات إحنا عرفين الإنزيمات بتقلل من طاقة مين اللي هو أيه التنشيط وبالتالي هنا بيتسرع من سرعة مينة التفاعل الكيميائي فسر لا تحدث التفاعلات البيو كيميائية إلا في وجود الهيئة انزيمات اللي هي متخصصة احنا عارفين اللي هي التفاعلات اللي هي البيو كيميائية اللي هي بيتم داخل الجسم وتوقفها طبعا يؤدي إلى موت اللي هو الكائن الحي ما بيتمش إلا في وجود مينة اللي هي انزيمات متخصصة كل الانزيم بيكون خاص بتفاعله معين طبعا الانزيمات دي تنهو بتقلل من طاقة التنشيط وفي نفس الوقت بتزود منين من سورة التفاعل من اللي هو الكيميائي تكون النباتات كل من النشا والسليلوز هل تتوقع أن الإنزيمات المشاركة في تكوين النشا يمكن أيضا أن تستخدم في تكوين اللي هو السليلوز فاصر اللي هو إيجابتك يطرق كلامنا صحة ولا لأ طبعا اللي هيكون ده مش هيكون ده اللي هو يشتغل على النشا مش هيشتغل على مين على إيه على اللي هو السليلوز احنا عارفين طبعا الانزيمات بيكون عندها درجة كبيرة منين من اللي هو التخصص كل انزيم بيشتغل على مادة معينة وبالتالي هنا في مجموعة من الانزيمات هتشتغل على مين على النشا في انزيمات تانية هتشتغل على مين على ايه على السريلوز علشان النشا او السريلوز كل منها بيسميها مادة مين مادة اللي هو التفاعل واحنا عارفين طبعا الانزيمات ايه بيكون ايه متخصصة وبالتالي هنا هتبدأ تتفاعل ما مادة واحدة فقط بسمها مادة مين اللي هي التفاعل طبعا بيكون مادة واحدة أو ايه أو اقصر بس بيكون عدد ايه عدد قليل عند إضافة محلول اللواسين يتكون من عدة مواد إلى قطعة من الخبز يعني مواد كربوهدراتية بداخل أنبوبة اختبار تحت ظروف معينة تم الحصول على سكريات بسيطة يبعا عندي هنا النشا اللي هو المواد اللي هي موجودة فيه اللي هي الخبز تحولت إلى سكريات مين اللي هي بسيطة ونحن عارفين السكرات البسيطة بتشمل اللي هي السكرات اللي هي الأحدية والسكرات اللي هي السنائية معنى كده أن فيه انزيم عندي هنا يشتغل على اللي هو النشا اللي أنا بسميه انزيم اللي هو التيالين أو بسميه انزيم اللي هو الأوميليز بيبدأ هنا يحول اللي هو النشا إلى سكريات مين بسيطة اللي هو سكر اللي هو الملتوز فبقول لي هنا ما المواد المكونة للمحلول سين اللي حول لي هنا اللي هي قطعة الخبز إلى سكرات أحدية المواد اللي هي دخلة فيه اللي هي عبارة عن أول حاجة عندنا اللي هو الإنزيم اللي احنا قلنا عليه اسمه إنزيم اللي هو الأميليز والإنزيم ده بيشتغل في وسط قاعدة يعني لازم يكون عندي فيه محلول ما سميه محلول منظم والمحلول المنظم ده مفروض يتروح بين اللي هي 7.4 من 10 إلى 7.5 تمام؟ ده بسميه إيه محلول إيه منظم عشان ده الدرجة المسلع اللي بيشتغل عندها الإنزيم ده وما أهمياتها بيكلمني على مين على اللي هي المواد دي يطار الأهمية بتاعتها إيه طبعا إحنا الإنزيم زي ما إحنا عارفين بيقلل منطقة مين اللي هو تنشيط وبيزود من صورة التفاعل إيه الكيميائي ما الظروف التي تم مراعطها إثناء إجراء التوربة الظروف طبعا هنا لازم أوفر هنا ظروف خاصة هنا عشان التفاعل يتم أول حاجة عندي هنا البي اتش يكون عندي مزبوط اللي هي حوالي سبعة واربعة من عشر أو بنقول متوسط بتاعة اللي هي سبعة ونص يعني ويكون عندي درجة حرارة مصلة اللي هي حوالي سبعة وثلاثين درجة مئوية وكمان عدم موجود اللي هي المصبطات ماذا يحدث في حالة تغير هذه الظروف لو الظروف ده تغيرت طبعا هنا هيبدأ إيه لنشاط الإنزيم إلى أن يتوقف ما أوجه الشبه والاختلاف بين العامل المحفز للتفاعل السابق والعوامل المساعدة الأخرى أول حاجة عندنا واجه مين واجه اللي هو الشبه واجه الشبه سواء بالنسبة للإنزيمات أو بالنسبة للعمل المحفز إنهم من الاتنين بيزودوا من سرعة إيه اللي هو التفاعل مين اللي هو الكيميائي وفي نفس الوقت هنا الكمية بتاعتهم إيه لا تتأثر يعني ما بتقلش بنهاية مين اللي هو التفاعل الحاجة الثانية عندنا اللي هو واجه الاختلاف عندنا طبعا هنا بيكون الإنزيمات بيكون أقصر تخصص من إيه من اللي هو العامل مين اللي هو إيه اللي هو الحفاز علشان بتشتغل على مادة واحدة فقط أو عدد قليل من إيه من اللي هو المواد علل بعض منظفات الملابس يسجل عليها درجات الحرارة المناسبة لاستخدامها طبعا درجة الحرارة دي تنم بسمها اللي هي الدرجة الحرارة اللي هي المصلة اللي بتبدأ تشتغل عندها إيه الإنزيمات وبالتالي هنا بتقدم مين إلى إزالة إيه اللي هي الاتساخات اللي هي موجودة في الملابس ماذا يحدث عند انخفاض درجة حرارة الوسط الذي يعمل في إنزيم اللي هو الأميليز إلى درجة حرارة اللي هو السفر المفروض درجة الحرارة المصلة اللي هي كام 37 درجة ده ما هي 37 خليناها كام خليناها سفر طبعا في الحالة دي تنوه هيبدأ يتوقف طبعا هيئل نشاط الإنزيم تماما إلى أن يتوقف وهيرجع لنشاطه مرة تانية مرة تانية لما أرفع درجة مين اللي هي الحرارة الرسمان البيانيان التاليان يوضحان العلاقة بين نشاط بعض الإنزيمات وكل من درجة الحرارة وقيمة القس الهيدروجيني اللي هي البي اتش عند هنا نشاط الإنزيم وعند هنا اللي هي درجة الحرارة وعند هنا نشاط الإنزيم وهنا اللي هو البي اتش فبول هنا أول سؤال ما درجة الحرارة المصلة للإنزيم رقم واحد بيكلمنا على مين على درجة الحرارة يبقى يشتغل على اللي هو المنحنة ده وبيكلمنا على مين الانزيم اللي هو رقم مين رقم واحد رقم واحد قدامها زي ما احنا شايفين هننزل كده طبعا ده اعلى نقطة ليه النشاط اللي هو الانزيم تمام عشان نعرف الدرجة المصلة هنبدأ ننزل كده فهنصل الى حوالي درجة كام اللي هي حوالي 25 درجة مقوية او 27 ده اللي هو المتوصل بتاعنا يبقى درجة الحرارة المصلة اقول له حوالي كام اللي هي 25 درجة ايه سلزية ما المدى الحراري للانزيم رقم اتنين كلمة مدى حراري يعني ايه يعني اقل درجة حرارة هيبدأ عندها نشاط الانزيم واقصى درجة حرارة يصل اليها اللي هو الانزيم بيكلمنا على الانزيم رقم مين رقم اتنين فانا عندي هنا اقل درجة حرارة كام اللي هو يبدأ اشتغال عندها اللي هي 10 وعنده اقصى حرارة اللي هيصل اليها اللي هي كام 35 يبقى له من 10 الى ايه الى 35 درجة ما درجة البي اتش المصلة للانزيم رقم 3 يبقى بيكلمنا على مين على البي اتش بل بيتش عنده رقم ثلاثة قدام هنا عشان عرف الدرجة المصلة هنا اعلى مقطة بالنسبة لنشاط الانزيم هبدأ انزل هنا عمودي كده هاوصل لكام لثمانية يبقى عندي هنا اللوة كام اللوة تمانية الانزيم رقم اربعة الدرجة المصلة بتاعته يكون كام اللي هي حوالي اثنين او اثنين ونص دي الدرجة ايه اللي هي الدرجة المصلة للانزيم رقم كام رقم اللوة اربعة وما نوع الوسط المناسب لعمل كل منهما طبعا انا عندي رقم ثلاثة ده اللي هو التمانية ده بسميه اللي هو وسط قاعدي اما اللي هو اثنين ونص ده بسميه وسط ايه وسط اللي هو الحمدي هنيجي بعد كده رقم اربعة في ضوء ما درست ماذا يمثل كل من الانزيم رقم ثلاثة والانزيم رقم اربعة ثلاثة ده احنا هنا بيشتغل فين في وسط مين في وسط قلوي يبقى معنا كده ده بيمثل مين بيمثل اللي هو التريبسين اللي هو بيشتغل في الامعاء الوسط القلوي بيكون حوالي 8 الانزيم رقم 4 ده بيشتغل في وسط حمدي من 1.5 إلى 2.5 طبعا ده بيمثل من؟ بيمثل الانزيم اللي هو البيبسين وده بيشتغل في المعدة واماما كان عمل كل منهما للسائلين احنا هنا ثلاثة ده اللي هو التربسين موجود في الأمعية الدقيقة اما اللي هو البيبسين ده موجود فيه اللي هو المعدة اعطي مثالا لمادة غزائية يتم هضمها فيه وسط قلوي فقط فقط خلي بنا وسط قلوي فقط معنا كده اتكلم على مادة نشوية مادة نشوية ده بتهضم في اللي هو الفم اللي هو حوالي 7.4 من 10 بسمية وسط قلوي ضعيف وكمان بيستكمل هضمها فيه في الأمعاء اللي هو بيكون الوسط عندنا اللي هو حوالي 8 وبالتالي هنا ده بسمية وسط قلوي فقط رقم 2 وسط حمدي وقاعدة هما الاتنين مع بعض طبعا هنا بتكلم عن مين بتكلم عن البروتين طب ليه والله البروتين هنا بيبدأ هضم فيه اللي هو المعدة والوسط الحمدي هنا بيكون من 1.5 إلى 2.5 بيستكمل هضمها فيه في الأمعاء والأمعاء بيكون اللي هو وسط قاعدة بيكون حوالي اللي هو البي اتش حوالي اللي هو 8 معنا كده هيتم هضمها فيه اللي هو المعدة والأمعاء وسط حمدي وسط ايه قاعدة يحتاج انزيمي الببسين الذي يعمل في الأمعاء الضقيقة الى محلول منظم درجة البي اتش بتاعته تساوي 1.5 ليعمل بأعلى فاعلية ما مدى صحة العبارة مع التفسير طبعا الكلام ده غلط طب ايه اللي غلط فينا؟ عندنا انزيمي الببسين خلي بالنا بيعمل فين؟ بيعمل في المعدة وليس لماعي الضقيقة بيطل عبارة صح يبقى عندي هنا بيحتاج لو انزيم الببسين الذي يعمل فين؟ اقول له في المعدة ده تصحيح اللي هو قدامنا خلي بالنا تمام؟ لان البيبسين هو انه موجود في المعدة البي اتش بتاعته كام بتتروح من 1.5 الكم إلى 2.5 يعني وسط ايه؟ وسط حمدي ماذا يحدث عند ارتفاع حمودة المعدة عن القيمة المسلة اللي عمل الانزيمات بها؟ احنا عارفين ان المعدة بتحتوى عن انزيم الببسين والانزيم اللي هو فيها القيمة بتاعته اللي هي المسلة بتاعت الانزيم اللي هو الببسين تتروح من 1.5 إلى 2.5 طب ايه اللي يحصل بقى؟ لو انا رفعت عن القيمة ديتي اكبر من الرقم ده ايه اللي يحصل؟ طبعا في الحالة ديه هيبدأ يقلن معنا اللي هو مين؟ اللي هو نشاط الانزيم؟ إلى أن يتوقف لأن ديه مش الدرجة المسلة بتاعته في تفاعلات انزيم التربسين يتم استخدام محلول منظم متعادل لتهيئة الوسط لعمل اللي هو الانزيم بولي هنا ايه؟ متعادل خليبان متعادل يعني البيئة بتاعته كام؟ سبعة مما ده صحة العبارة مع التفسير طبعا العبارة ديه عبارة غلط طبعا لأن هنا اللي هو التربسين بيشتغل فيه وسط اللي هو قالوي اللي هو بيتراوح حوالي كام؟ اللي هو حوالي تمانية وديه الدرجة المسلة بتاعت ايه؟ اللي هو انزيم اللي هو التربسين في الظروف العادية في المعمل يستخدم الانزيم مباشرة مع المادة الهدف ليقوم بعمله مما ده صحة العبارة مع التفسير يعني حط اللي هي مادة التفاعل مع مين اللي هي مادة الهدف يعني مع مين مع الانزيم فقط هل الكلام ده صحة ولا غلط؟ طبعا الكلام ده غلط العبارة ديه غلط لازم طبعا اوفر اللي هي ظروف مين اللي هو عامل اللي هو الانزيم سواء اول حاجة عندنا اللي هي درجة الحرارة اللي هي مناسبة البي اتش اللي هي مناسبة لعمل الانزيم كمان تركيز اللي هي المادة الهدف اللي أنا حطها لازم كلها تركيز معين وكمان تركيز مين اللي هو الانزيم قام احد الطلاب باجراء تجربة معملية حيث اضافة انزيم البيبسين الانزيم ده خلي بنا بيشتغل على المادة البروتينية ويحولها الى عددات البيبطايت وطبعا ده موجود في المعدة المستخلص من معدة احد الساديات الى زلال بيض زلال البيض يعني مادة بروتينية فيه انبوبة اختبار تم تحضينها عند درجة حرارة 37 درجة مئوية يعني درجة حرارة مصلة لعمل الانزيم لمدة 5 دقائق طب دلوقتي الانزيم هيعمل ليه في البروتين الانزيم اللي هو انزيم البيبسين هيشتغل على زلال البيض هيحوله الى عددات البيبطايت معنى كده البروتين مش هيبقى موجود طيب ثم اضافة كاشف البيوريد كاشف البيوريد لو احنا فاكرين كنت بستهدمه في الكاشف عن البروتين طب البروتين دلوقتي ما عادش موجود قدامي لانه حصل له عملية هضم وتحول الى عددات البيبطايت كاشف البيوريد كان اللون بتاعه لونه أزرق لو فيه بروتين كان بيتحول إلى اللون بنفسي فأقول لي هنا استنتج ماذا يحدث لكشف البيورايت مع التفسير طبعا هنا كشف البيورايت هنا لم يحدث له شيء مش هيتغير اللون بتاعه لن يتغير لون كشف البيورايت يعني هيتنه لونه أزرق زي ما هو تفسير الكلام ده هقول هنا لأن أنزيم البيبسين قام بهضم زلال البيض وحوله إلى عديدات البيبطايد وبالتالي هنا يظل اللون اللي هو كشف البيورايت كما هو اللون الأزرق الجدول التالي يوضح بعض الإنزيمات التي تعمل في مواقع مختلفة من الجهاز الهضمي للإنسان والرقم الهيدروجيني المناسب لعمل كل منها فعندنا الفم اللي هو أنزيم اللي هو الأميليز اللي هو اللعاب من 7.2 إلى 7.5 المعدة اللي هو بيبسين من 1.5 إلى 2.5 لها مع الدقيقة اللي هو الأميليز البنكرياسي والتريبسين والليبيز من 7.5 إلى 8 فأقول له هنا رقم واحد استنتج التغير في نشاط إنزيم الأميليز اللعاب عندما ينتقل من الفم إلى المعدة هو ده الوقت في الفم كام؟ اللي هو من 7.2 إلى 7.5 يعني وصل قلبه ضعيف هيتنال للمعدة المعدة فيها كام؟ اللي هو من 1.5 إلى 2.5 يعني هنا غيرت البي اتش إلا يحصل هنا الإنزيم اللي هو الأميليز طبعا هنا هيتوقف النشاط بتاعه يبعا عندي هنا هيتوقف عمل مين اللي هو إنزيم اللي هو الأميليز نتيجة ليه اللي هو تغير مين اللي هو البي اتش من الوسط اللي هو القلوي الضعيف إلى الوسط مين اللي هو الحمدي رقم 2 استنتج التغير في نشاط إنزيم اللي هو البيبسين عندما ينتقل من المعدة إلى الأمعاء الضقيقة فسر إجابتك البيبسين بيشتغل فين؟ بيشتغل في المعدة البي اتش بتاعته كان من 1.5 إلى 2.5 يعني وسط حمدي هيبدأ يتنقل يروح فين للأمعاء الضقيقة الأمعاء الضقيقة البي اتش من 7.5 إلى 8 يعني وسط قلوي معنى كده اللي يحصل للبيبسين طبعا هيتوقف النشاط بتاعه يبقى هنا أقول له يتوقف اللي هو نشاط انزيم اللي هو البيبسين ليه السبب الكلام ده أقول له بسبب اللي هي تغير اللي هو البي اتش بتاعته من الوسط الحمد اللي هو الوسط مين اللي هو ايه اللي هو القلوي أعمليات التمثيل الغذائي متعاكسة ما مدى صحة العبارة مع التفسير طب التمثيل الغذائي ده معناها ايه اللي هي عملية الأيد وعملية الأيد زي ما احنا عارفين عبارة عملية تين اللي هي عملية هدم وعملية بناء عملية الهدم كان بيتم فيها تكسر مين اللي هي الرابط اللي هي كيميائية اللي هي موجودة بين زرات اللي هي الجزائيات علشان ما طلع منها ايه اللي هي الطاقة زي أجسادة اللي هي جزائي اللي هو كولوكوس داخل اللي هو الميتوكنداري الحصول على اللي هو الاتيبي اما اللي هي العملية التانية اللي هي عملية اللي هي البناء طبعا هنا كنت بستخدم اللي هي المونيمرات لتحولها الى البوليمرات يعني بستخدم او بحاول اللي هي الجزئات اللي هي البسيطة التركيب الى مواد ايه اقصر ايه اقصر تعاقيدا وطبعا الكلام ده امثل على زي مين زي عملية مين اللي هي البناء ايه الضوي او اللي هي بناء سلاسل من اللي هي البروتين وطبعا العملية دي تانية هو بتستهلك ايه طاقة ادرس المخطط التالي ثم اجب هنا زي ما احنا شايفين هنا مديني هنا اللي هو اول حاجة اللي هي كاربوهدرات في اللي هي الجهاز اللي هو الهضمي فبقول لي هنا العملية رقم واحد طبعا هنا طلب من السؤال الاولان بقول لي ما اسم العمليات المشارعي اليها بالارقام واحد واثنين وثلاثة فعند هنا الكاربوهدرات اللي هي موجودة في الجهاز الهضمي بدأت هنا يحصل لها عملية معينة وتحولت الى سكريات اوحدية. كدا حصل لها عملية ايه؟ عملية هضم. يبقى العملية رقم 1 دي funded عبارة عملية مين. عبارة عملية ليه هضم. العملية الرقم 2 هنا سكرات الاوحدية زي اللي هو سكر كولوكوز. بدأ ايدخل هنا داخل الميتوكوندرية و احصل منونا على مينة على الـ AtP اللي هي الطاقة. معنا كدا دي بيسمها عملية ايى؟ عملية اكسادة. هنيجي لعملية رقم 3. أنا عندي هنا اسكرات اللي هي الاحدية اللي هي زائدة عن حاجة الانسان بيبدأ يعصلكها عملية اللي هي التخزين او بسمها عملية اللي هي البلمرة داخل اللي هو الجسم طبعا بسمها العملية دي عملية بناء او بسمها عملية ايه بلمرة وبتتخزن داخل اللي هو الكبد والعضلات على ايه 2 اللي هو جليكوجين اسم العمليات قلناها خلاص واحد عبارة عملية اللي هي هضم اتنين عملية اللي هي هدم او بسمها اكسادة تلاتة بسمها عملية بناء او عملية ايه بلمرة أين تحدث العملية رقم 2 العملية رقم 2 اللي هي عملية مين عملية اللي هي الهدمة أو بسمها عملية مين اللي هي الأكسادة طبعا دي بتتم داخل مين داخل اللي هي الميتوكنديريا بتتم داخل اللي هي الميتوكنديريا وعاوز هنا ما أهمية كل منهما يعني العملية رقم 2 و 3 احنا وننا 2 اللي هي عملية الهدم أو بسمها الأكسادة ما كان هتم فين هتم داخل اللي هي الميتوكنديريا الأهمية بتاعتها اللي هي الحصول على الطاقة اللي هي الـ ETB اللي هي اللازمة لإتمام جميع العمليات الحيوية العملية رقم ثلاثة بسميها عملية مين عملية اللي هي البناء إن أنا بحاول السكرات الأحدية إلى أي جليكوجين مخزن في الكبد والعضلات مكانها طبعا فين فيه الكبد وإيه واللي هي العضلات والأهمية بتاعتها هنا طبعا بخزنها على عية إيه اللي هي تخزين الطاقة هنيجي بعد كده ليه اللي هي السؤال اللي بعد كده تتوقف العملية رقم ثلاثة اللي هي عملية اللي هي البناء أو بسميها عملية البلمرة على العملية رقم اتنين اللي هي عملية اللي هي الأكسادة فسر ذلك احنا دلوقتي عملية اللي هي البناء وبسميها عملية اللي هي البلمرة طبعا دي بتحتاج لطاقة طب الطاقة دي هي الاتب هاجبها منين هاجبها من عملية اللي هي الأكسادة يبقى لازم تتم الاول عملية اللي هي الأكسادة علشان تتم عملية مين عملية اللي هي البناء او عملية اللي هي البلمرة علشان عملية اللي هي البناء او البلمرة بتحتاج لطاقة من خلال المخطط السابق عبر عن مصير الكاربوهدرات داخل جسم اللي هو الانسان يغطر الكاربوهدرات داخل جسم الانسان اللي يحصل لها زي ما احنا شايفين الكاربوهدرات هنا حصلها عملية مين عملية اللي هي هضم داخل اللي هو الجهاز الهضم وتحولت الى هي السكرات مين اللي هي احدية في بعض جزء منها بيبدأ يستخدم داخل الميتوكنداريا اللي هي حصول على الطاقة اللي هي الاتي بي طبعا الكلام ده بسمعها عملية اللي هي الهدمة وبسمعها عملية اللي هي الاكسادة وفيه اللي هو الجزء الفائد عن حاجة اللي هو الجسم بيبدأ يخزن داخل اللي هو الجسم على هاية مين اللي هو جلايكوجين فيه اللي هو الكبد واللي هو العضلات الرسم البيانة المقابل يمثل المدى الحراري لإنزيمين اللي هو ألفه به حدد أيهما يمكن استخدامه بكفاءة في صناعة منظفات الملابس فسر إجابتك بيكلمنا على مين على المدى الحراري طب يعني مدى حراري؟ والله اللي هو المدى الحراري لإنزيم اللي هو عبارة عن اللي هو المدى بين درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها اللي هو النشاط الانزيم ودرجة الحرارة اللي هو يتوقف عندها نشاط الانزيم تبتعلم بص عليهم كده يعني عند اللي هو الانزيم اللي هو ألف هيبدأ هنا من كم من اللي هي حوالي 30 درجة مقوية إلى كم إلى 100 درجة يبقى عند اللي هو الانزيم رقم ألف هيبدأ من 30 إلى كم إلى 100 أما اللي هو الانزيم اللي هو رقم به هيبدأ من اللي هو رقم به قدامي من حوالي خمستاشر إلى كام إلى اللي هو خمسين أو خمسة واربعين يبقى هيبدأ من خمستاشر تمام إلى كام إلى إلى كام دية ستين يعني دية خمسين يعني حوالي إيه خمسة واربعين أو خمسين هنختار طبعا اللي هو المادة الحراري بتاعه أكبر عندي هنا طبعا هنا المادة الحراري هنا لو طرحت الاتنين من بعضها يطلع لسبعين لو طرحت الاتنين من بعضها هنا يطلع لثلاثين فهنا ما ينفعش نختار اللي هو مين اللي هو بيه نختار مين اللي هو الانزيم اللي هو الف قدامنا ده الصح بالنسبة لنا ليه تفسير الكلام ده هقوله لان المدى الحراري بتاعه ايه كبير اللي هو من اول قلنا اللي هو كام تلاتين لحد كام الى اللي هو مية وبالتالي هنا هيكون المدى بتاعته المدى بتاعه كبير هيستخدم فين فيه اللي هو ايه زالت مين اللي هي ايه الاوساخ اللي هي موجودة فيه اللي هي الملابس الشكلان التاليان يوضحان تغربة لبيان تأثير انزيم الاميليز في هضم النشا طبعا ده بيحول النشا إلى اللي هو سكر الملتوز وده سكر سنائي عند ظروف معملية مختلفة ادرسوهما ثم اجب عندي هنا اول انبوبة بتحتوي على محلول النشا انزيم الاميليز بس هنا حمام ماء درجته كام 15 درجة مقوية وبالتالي انبوبة رقم واحد هنا ما تنفعش معنا عشان هنا درجة حرارة غير مناسبة هنبص على انبوبة رقم اتنين الانبوبة رقم اتنين فيها محلول النشا ما فيش هنا انزيم يبع عندي هنا اول مشكلة بالنسبة لها ما فيش لا تحتوي على انزيم الاميليز الحاجة التانية درجة الحرارة غير مناسبة اللي هي كام 15 درجة مقوية وبالتالي انبوبة رقم اتنين ما تنفعش هنيجي الانبوبة رقم تلاتة الانبوبة رقم تلاتة بتحتوي على محلول النشا بس هنا ما فيش انزيم الاميليز درجة حرارة مناسبة 37 درجة هزا هي كمان ما تنفعش معنا هنيجي الانبوبة رقم اربعة الأموبة الرقم أربعة بتحتوي على النشا محلول النيشا بتحتوي على أنزيم الاميليز بتحتوي على محلول منظم اللي هو البي اتش بتاعة 7.5 يعني درجة حرارة مناسبة 37 درجة وكمان اللي هو البي اتش مناسب لياه 7.5 تمام وبالتالي هنا كل الشروط هنا متوفرة في الأموبة رقم كام رقم أربعة فإذا صحي بالنسبة لنا تعالوا نشوفه طلب إيه أي النبيب السابقة سوف تحتوي على كمية كبيرة من السكر البسيط اللي هو سكر الملتوز اللي هو سكر السنية خلي بالنا بعد مرور ساعة من بداية التجربة أفصل إجابتك طبعا لديه الأموبة رقم كامل أموبة رقم 4 تفسير الكلام ده أقوله هنا لأنها بتحتوي على محلول النشا وإنزيم اللي هو الأميليز والمحلول المنظم اللي هو 7.5 اللي هو البي إتش وكمان درجة الحرارة إيه مناسبة لها كام 37 درجة إيه مقوية فكل الظروف هنا مناسبة لتحول النشا إلى سكر مين سكر اللي هو الملتوز اللي هو السكر مين البسيط المخطط التالي بيه خطأ عالمي حدده مع التفسير سمارسم المخطط الصحيح هنا زي ما احنا شايفين ده عبارة عن إنزيم الإنزيم ده لما يقل هنا قلت درجة حرارته الوسط عن السفر هيتوقف نشاط الإنزيم ويعود بارتفاع درجة الحرارة مرة تانية طبعا الكلام ده صح فإذا اليام ده كده صح من نسبنا هنشوف اليام التانية كده بولي إذا زادت درجة حرارة الوسط بدرجة كبيرة عن الدرجة المسلع لنشاطه اللي يحصل هيتوقف نشاطه ويعود بانخفاض درجة حرارته ايه اللي غلط عندي هنا طبعا الجزء ده هو اللي غلط يبل الخطأ اللي عندي هنا ويعود بنخفاض درجة إيه الحرارة ده الخطأ اللي عندي طب تصحيح بكلام ده إيه اقوله هنا ولا يعود ولا يعود بنخفاض درجة إيه الحرارة ليه علشان هنا l'anzyme هنا احنا عارفين طبعا l'anzyme عبارة عن مادة بروتينية هيتغير اللي هو التركيب الطبيعي بتاعه تمام وبالتالي هنا لا يعود من خفض مين درجة الحرارة طالما هنا رفعت عن مين عن الدرجة اية المصلة وصلت درجة حرارة اية عالية الشكل المقابل يوضح احدى التجارب لقياس تأثير درجة الحرارة على نشاط انزيم الكاتاليز وده عبارة انزيم يقوم بتحويل فوق اكسيد الهيدروجين الى ماء واكسوجين حيث تم اضافة كميات متساوية من الانزيم في اربع نبيب اختبار سين وصاد وعين ولام سين صاد عين لام تحتوي كل منها على اتنين ميلي من فوق اكسيد الهيدروجين كما هو موضح وذلك عندنا درجة حرارة مختلفة اذا ما احنا شايفين فيه اللي هي لام ما فيش اي فقعات خالص هنا فقعات بسيطة هنا اكتر هنا اكتر حاجة عنده نفسين فبقول اللي هنا حدد اي الانبيب يمكن ان يعبر عن درجة الحرارة الدنيا لعمل الانزيم هنسأل نفسنا السؤال يعني ايه درجة الحرارة الدنيا لعمل الانزيم والله درجة الحرارة الدنيا اللي هي لعمل الانزيم دي عبارة عن درجة الحرارة اللي هي توقف عندها ايه نشاط مين اللي هو الانزيم يبقى اللي حاجة هي توقف عندها ايه نشاط مين الانزيم طب هنا الانزيم متوقف خالص هنا اللي بعدها على طول اللي هي مين اللي هي ايه عين وبالتالي نختار مين اللي هي عين اي الانبيب يمكن ان تعبر عن درجة الحرارة التي يقف عندها عمل الانزيم المرض يوقف عندها طالما يوقف عندها يبين نختار مين اللي مفيش اي فقاعات خالص اللي هي مين اللي هي الهم ايه لانبي BEB يمكن ان تعبر عن درجة الحرارة المصلة لعمل الانزيم الدرجة الحرارة المصلة يعني اكبر فقعات عندي يعني اكبر تفاعل طبعا موجودة فيين موجودة في سين في ضو دراساتك ما الشروط الواجب توفرها في التجربة هنا التجربة اللي قدامنا هنا الشروط يطاها ايه اللي يكون موجودة عندي والله اول شرط عندي هنا اللي هي التركيز اللي هي مادة متفاعلة لازم يكون نفس التركيز طب مين المادة المادة متفاعلة اللي هنا قال لي ايه اتنين مل منين من فوق اوكسيد مين اللي هي ايه الهيدروجين وبالتالي هنا كله زي بعضه وبالتالي هنا ده اول شرط عندنا ان يكون عند المادة متفاعلة التركيز بتاعها واحد الحاجة التانية اللي هو الانزيم اللي انا احطه انزيم اللي هو الكتاليز لازم انزيم الكتاليز ده يكون التركيز بتاعه برضك ايه متساوفين في الانبيب ايه اللي هو الاربعة الحاجة اللي بعد كده كمان لازم يكون عنده هنا متوفر اللي هو حلول اللي هو منظم في الانبيب الاربعة كمان هنا درجة الحرارة يكون ايه مناسبة وكمان عدم وجود مين اللي هي ايه المسبتات كل ده بيقدمين الى زيادة سرعة مين التفاعل ايه اللي هو الكيميائي الاشكال التالية توضح بعض عمليات الهضمة التي قد تحدث في المعدة عندي هنا اللي هي البروتين ومية بروتي كله فيها ايه بروتين ومية تعال نشوف كده الشروط الموجودة عندنا فعندنا هنا البي اتش كام اتنين درجة حرارة ايه مناسبة اللي هي سبعة تلاتين طبعا بي اتش مناسب ودرجة حرارة ايه مناسبة معنا كده هنا هيحصل عملية ايه هضم في الانبوبة اللي هي الاولانية عند هنا اللي هي الانبوبة يبقى هنا هيحصل عملية هضم الانبوبة رقم اتنين عند هنا في بروتين ومية وعند هنا البي اتش هنا اللي هي تمانية يعني هنا بي اتش غير مناسبة لان هنا مفروض البي اتش هنا الانزيم اللي هو البيبسين المفروض يشتغل على الانبيب دي dije تن tide المفروض بيشتغل في وصف حمد اللي هو من واحد ونص إلى اتنين ونص خلقت بنا درجة حرارة مناسبة انما هنا البي اتش عند هنا غير ايه مناسب وبالتالي الاموبة ديت مش ريحصل فيها عملية هضم هينجي الاموبة رقم تلاتة هنا البي اتش هنا كام تمانية يعني هنا غير مناسب المفروض يكون من واحد ونصه لاتنين ونصه درجة حرارة هنا بدأت تقل معي اللي هي خمسة عشرين يعني درجة حرارة غير مناسبة هي كمان وبالتالي هنا الأنبوبة رقم ثلاثة بردك مش يحصل فيه عاملة هضم هنيت إلى أنبوبة رقم أربعة البيئتشي هنا مناسبة اللي هي حوالي اثنين يعني درجة مصل العمل اللي هو نشاط الانزيم اللي هو البيبسين درجة الحرارة هنا منخفضة اللي هي كام عشرين وبالتالي دي غير مناسبة وبالتالي الأمبوبة رقم أربعة هنا هيكون فيها نسبة الهضمة أوليلا جدا فبقول لي هنا أي من عمليات الهضمة السابقة تعمل بشكل أفضل خلي بالنا بعد إضافة إنزيم البيبسين وإحنا وقعنا تفاقنا البيبسين بيشتغل من واحد ونص إلى اتنين ونص اللي هو البيئتش بتاعته لكل من هم ولي ماذا إحنا تفاقنا اللي هي الأمبوبة رقم مين اللي هي الأمبوبة رقم واحد هل هي اللي هيتم فيها الهضمة بشكل أفضل ليه قلنا موجودة عندنا المادة الهدف اللي هي البروتين وموجودة عند اللي هي البيئتش اللي هي المصل اللي هي من واحد ونص إلى اتنين ونص وعند كمان درجة حرارة مناسبة اللي هي كامل اللي هي سبعة وثلاثين درجة أية مائوية لماذا لم تتم باقي عمليات الهضمة فيه اللي هي الأنابيب الأخرى ليه هنا أولا في الأمبوبة رقم اثنين عند البيئتش هنا غير مناسبة درجة حرارة مناسبة بس هنا البيئتش غير مناسبة الأنبوبة رقم 3 عند البي اتش غير مناسبة ودرجة حرارة غير مناسبة الأنبوبة رقم 4 البي اتش غير مناسبة وبالتالي هنا أقول له عدم توفر اللي هي الظروف المناسبة لعمل مين انزيم مين اللي هو البيبسين من حيث اللي هي البي اتش اللي هي 1.5 إلى 2.5 ودرجة الحرارة المناسبة اللي هي كامل اللي هي 37 درجة مائوية لدراسة تأثير انزيم التريبسين الانزيم ده موجود فيه اللي هو العمعات الدقيقة وده بيشتغل فيه وصف قلوي على هضم اللي هي المواد اللي هي البروتينية خلي بأن الانزيم ده بيحاول اللي هي البروتينات اللي هي المادة البروتينية بيحاولها إلى عديدات البطايد زي انزيم البيبسين بالزبط مختلفة في درجات الحرارة المناسبة لعمل الانزيم قام أمين المعمل بتجهيز المواد الاتية 2 جرام لحم مفروم ده عبارة مادة بروتينية 2 جرام مسحوق فول صوية مادة بروتينية 10 مل حمد HCL مخفف طبعا ده حمد 2 جرام بيكربونات الصوديوم ده مادة قلوية 5 مل محلول مستخلص انزيم التريبسين ترمومتري لتعيين درجة الحرارة كاس الزجاجي أنا بيه باختبار في ضغم مصابة المادة التي أخطأ أمين المعمل في وضعها ضمن مواد التجربة فصل إيجابتك يعني هنا أمين المعمل حط هنا مادة غلط يا ترى إيه المادة الغلط اللي هو حطها المادة الغلط اللي هو حطها ليه أمين اللي هي 10 مل حمد HCL مخفف ليه علشان لسا يلين انزيم التريبسين ده بيشتغل في وسط إيه بيشتغل في وسط اللي هو قاعدي الدرجة المصلة بتاعته علشان يشتغل بأعلى كفاءة مفروض في وسط إيه قاعدة اللي هي حوالي كامل البي إيتش اللي هي البي إيتش بتساوي 8 ساوي كامل 8 وبالتالي هنا الـ HCL ده وسط حمد دي هنا إيه مالوش لازمة وبالتالي ده الغلط اللي هو إيه وقافي هنحل مع بعض كده أسئل تقييس مستويات التفكير العليا يمكن تخزين الفاكهة والخضروات المجففة المجففة يعني نسبة الماء فيها هنا إيه وليلة جدا لفترة أطول من الفاكهة والخضروات التوزجة اللي هي في نسبة الماء كتيرة دون فسادها يمكن أن تبقى بعض الأطعمة مثل المربة والعسل الأسود لفترة طويلة دون تحلل بردك بيكون نسبة الماء فيها وليلة ما السبب الرئيس للحالتين معا هما الاتنين مع بعض فبقول لي هنا رقم ألف طباطو يعني قلة عمل الإنزيمات عند نقص الماء يعني الماء لما يكونوا وليلة هل عمل الإنزيمات هيبدأ يقل لي معنا طبعا الكلام ده صح وبالتالي دي الإجابة الصحة عندنا كل هنا بالنسبة للخضروات اللي هي مجفافة نسبة الماء فيها وليلة وبالتالي هنا بنحتفظ بها المدة ايه لمدة كبيرة نفس الكلام بينطبق عالميا على المربة والعسل بردك نسبة الماء فيها وليلة فعشان كتاب تقعد لي فترة ايه طويلة دون ايه الفسادها رقم بيه حدوث نشاط سريع للإنزيمات عند خفض درجة الحرارة لا طبعا المفروض هنا لما بخفض درجة الحرارة بيبدأ ايه اللي النشاط بتاعي هنا ولا ما بيزدش وبالتالي ده غلط حدوث تطابق بين الإنزيم وجزائية التفاعل طب لما حصل لو حدث تطابق بين الإنزيم وجزائية التفاعل مفروض هنا يتم التفاعل بسرعة وبالتالي هنا يقدم مين لفساد الأطعمة تأثير تركيز الإنزيم على اللي هو نشاطه تأثير تركيز الإنزيم على نشاطه برضا كي ما تمفعش معنا وبالتالي الصحة عندنا هنا اللي يماشي معنا رقم مين رقم ألف ادرس المصاري العيدي التالي ثم وضح اي البدائل في الجدول صحيح اذا تم تصبيط الانزيم تصبيطه يعني ان توقف اللي هو الانزيم الانزيم اللي ما هو في طريق اللي يحصل عند اللي هي المادة اي عن طريق الانزيم رقم واحد بتتحول الى بي والب بتتحول الى سي نتيجة وجود الانزيم رقم اثنين وعند السي بتتحول الى دي نتيجة وجود اللي هو الانزيم رقم ثلاثة وعند الدي بتتحول الى اي نتيجة وجود الانزيم اللي هو رقم 4 فبقول لي هنا الانزيم اللي مصبت اللي هو رقم كام رقم 4 ده رقم 4 يا طرق الناتج اللي هو المتأثر اللي هو C هل ال C هنا ده المفروض اللي يتأثر مين المفروض اللي يتأثر اللي هو ال E فأصبح كده ده بالنسبة لنا كده غلط المفروض اللي يتأثر مين ال E وليس ال C فأصبحت غلط هنيجي رقم B عند الانزيم رقم 3 المفروض اللي يتأثر مين اللي هو ال D هو مديني مين ال B ده البي جاي قابل منه فإذا مالوش علاقة منفعش اختاره هنيجي رقم جيم الانزيم رقم 4 الانزيم رقم 4 مفروضه يتأثر مين اللي هو الـ E بيقول لي مين اللي بيتأثر اللي هو الـ B ده البي جاي قابل منه إذا مالوش علاقة هنيجي رقم دال الانزيم المصبت اللي هو رقم 1 هذا رقم 1 هنا الناتج المتأثر اللي هو الـ E ها صح والغلط طبعا صح طب صح ديه دي الإجابة طبعا عندنا علشان عندي هنا المادة بيه ديت مش هتكون وطالما بيه مكوناتشي السيم مش هتكون وطالما السيم مكوناتشي ديت مش هتكون وطالما ديت مكوناتشي ميه اللي مش هتكون اللي هو ال ايه وبالتالي ده صحي بنسبانه. تناول احد الافراد قطع من اللحم وبعد ساعة من تناولها تم عمل تحليل كيميائي لعينة من محتويات المعدة لهذا الشخص فتبين انخفاض نشاط انزيم البيبسين. اللي حصل انزيم البيبسين بدأ يقل معنا. ما سبب هذا الانخفاض. احنا عارفين انزيم البيبسين بيشتغل في وسط حمدي بيشتغل عالميا على اللي هي البروتينات. وبيحولها الى عديدات البيبطايد. الكلام ده طبعا عند درجة حرارة مصلحة لها كام سبعة وتلاتين درجة ماوية. فبقول لي هنا تناول هذا الشخص المضادات اللي هي للحمودة. وبالتالي هنا غير مين اللي هو البي اتش. وطالما هنا تغير البي اتش هنا هيؤدن مين لانخفاض نشاط انزيم مين اللي هو البيبسين. فبالتالي دي الاجابة الصح. ارتفاع درجة حرارة محتويات المعدة مقارنة بدرجة حرارة الجسم. لا الكلام ده طبعا غلط علشان درجة حرارة الجسم كلها زي بعضها سبعة وتلاتين درجة. كل تقمية الغذاء التي تناولها هذا الشخص ملاش علاقة. تناول هذا الشخص كوبا من عصير الليمون الحامضي. طب دلوقتي لما يتناول عصير حامضي. معنى كده هيزود الحمودة وبالتالي هنا هيزود نشاط مين اللي هو البيبسين. وليس ايه يقلل نشاط وبالتالي ده غلط بالنسبة لنا. اي مما يلي يعد سببا لعدم قدرة بعض الاشخاص على استخلاص الطاقة من سكر اللي هو اللبن. سكر اللبن اللي انا بسميه اللي هو سكر مين? سكر اللي هو اللاكتوز. سكر اللي هو اللاكتوز بيشتغل عليه انزيم بسميه انزيم اللي هو اللاكتيز. هيحور اللي هو سكر اللاكتوز الى حكتين الى كولوكوز. هيروح للميتو كندري عشان استخلص من الطاقة اللي هو بيسألنا عليها والحاجة التانية اللي هو السكر الوحد اللي أنا بسميه اللي هو الجالكتوز فبقول لي هنا يا طرق اينا ايه السبب لعدم قدرتنا بعض الاشخاص على استخلاص اللي هي الطاقة من سكر اللبن فبقول لي غياب اللي هي الانزيمات اللي هي العظيمة لللاكتوز طبعا دي الإجابة الصح وقالنا الانزيم ده ان شاء الله ناخده السنة الجاية اسمه انزيم مين اللي هو اللاكتز وده انزيم بيشتغل في وسط قلوي بيحاول اللي هو اللاكتوز الى كلوكوز وجالكتوز رقم بيه غياب الظروف المصلة لعمل اللي هو الانزيم تمشي معنا بس الافضل منها اللي هي مين اللي هي رقم الف اللي هي عدم وجود اصلا الانزيم وبالتالي هنا الانسان مش عارف ياخد ايه الطاقة اللي هي لازمها قبر حجم جزئات اللي هي اللاكتوز فلا يتمكن الانزيم من هضمه طبعا الكلام ده غلط عشان الانزيم هنا بيشتغل على مين على اللي هي جزئات اللي هي اللاكتوز ما لاش علاقة بحجم اللي هو الجزيئات ويبدأ يحولها إلى جزيئات اللي هي أحدية السكريات زي اللي هي الكولكوز والجالكتوز لا يمكن للجسم الاستفادة من نواتج هضم اللي هو الكتوز طبعا الكلام ده غلط عشان الجسم يستفيد منه عشان يتحول إلى سكر أحد اللي هو الكولكوز والجالكتوز وهما الاتنين هنا بيتم امتصاصهم أي مما يلي يعتبر السبب في سبات معدل التفاعل الإنزيمي بعد فترة من بداية التفاعل طبعا بعد فترة من بداية التفاعل بتبدأ ترتبط اللي هي جزيئات اللي هي مادة التفاعل مع اللي هي جزيئات مينة اللي هي الإنزيمات لحد ما تصل إلى مرحلة مينة اللي هي حالة إيه اللي هي التشبع فبول هنا رقم ألف زيادة تركيز الإنزيم طب دلوقتي لما يزيد تركيز الإنزيم هل كده هيصل إلى سبات اللي هو معدل التفاعل ده مفروض يزيد معايا وبالتالي ده غلط بالنسبة لنا تشبع المواقع النشطة للإنزيم بمادة التفاول طبعا دي الصح عندنا زيادة تركيز مادة التفاول لما يتزداد تركيز مادة التفاول هيؤدي إلى زيادة سرعة مين معدل مين التفاول وليس سباته زيادة عدد المواقع الفعالة برضك لما تزداد عدد المواقع الفعالة هيؤدي مين إلى زيادة معدل مين التفاول الإنزيم وليس سباته يبقى الصحة رقم مين ورقم بها الرسم البيانة المقابل يوضح تأثير تغير تركيز مادة التفاعل على أحد التفاعلات الإنزيمية أي العبارات التالية تفسر النتائج الموضحة بالرسم زي ما احنا شايفين هنا دي تعبارة عن كمية نواتج التفاعل وعندنا هنا الزمن عندنا طبعا اللي هي نواتج التفاعل بيكون في بداية التفاعل بيكون سفر ومعناية التفاعل بيكون تركيزها كام مية في المية فانا عندنا في البداية بيكون تركيزها كام سفر في المية بعد كده هيكون اللوة تركيزها اتنين ونصف في المية ثم خمسة ثم عشر ثم عشرين ثم أربعين هاللحظ هنا اللي هي عشرين واربعين هنا حصل هنا سبات تقريبا لتركيز مين كمية نواة مين التفاعل يعني الخطين هنا متطبقين مع بعضهم هم اللي تيمتوزين مع بعض معنا كده هيصل إلى مرحلة مين اللي هي ايه التشبه اللي احنا لسا يلين عليها احنا اتفانع والله ان عندنا لمادة التفاعل هترتبط مع مين مع جزئات اللي هي الانزيم لحد ما تصل إلى ايه إلى حالة اللي هي التشبه وبالتالي هنا هيصل إلى سبات اللي هو النشاط مين اللي هو الانزيمي فبقول لي هنا رقم ألف يزداد معدل التفاعل باستمرار مع زيادة تركيز مادة اللي هو التفاعل طبعا الكلام ده غلط مش باستمرار ده الحد مدى معين بعد المدى ده هيحصل ايه عملية ايه تشبه وبالتالي هنا هيحصل ايه سبات ايه التركيز اللي هي مادة التفاعل رقم بيه رقم بيه عندنا يقول لي يقل معدل التفاعل باستمرار مع زيادة تركيز مادة اللي هي تفاعل لا برضك كلام ده غلط هو مش هاي إلا هو مفروض يزداد إلى مرحلة معينة ثم تصل إلى مرحلة السبات رقم جيم يزداد معدل التفاعل حتى مادة معين ثم يزبط طبعا الكلام ده صح قلنا هنا هيزبط لي نتيجة وصول اللي هو الانزيم لحالة مين اللي هو التشبع رقم ديل لا يتأثر معدل التفاعل بزيادة تركيز مادة التفاعل طبعا ايه الكلام ده غلط هو ايه هيتأثر طبعا وبالتالي ديات ايه غلط بس صحة كده رقم جيم الرسم البعين المقابل يوضح العلاقة بين تركيز نواتج التفاعل تركيز نواتج التفاعل والزمن لنشاط احد الانزيمات الهاضمة ده الزمن عندنا عند درجة حرارة كم 37 درجة مئوية عند درجة حرارة مصلة اي الاختيارات التالية يعبر عن ما يحدث عند النقطة اللي هي X دية النقطة X اللي هو بيسألنا عليها فبول هنا رقم الف معدل التفاعل الانزيمي اقل ما يمكن طبعا عند النقطة دي اقل منه وبالتالي ما فحش دي بالنسبة لنا معدل التفاعل الانزيمي اقصى ما يمكن يعني اكبر ما يمكن برضه غالط عشان النقطة ديات عندي اكبر منها وديات اكبر منها وبالتالي دي كمان خلط عدد جزئية المادة الهدف غير المرتبطة مع الانزيم مرتفعة ايه رأيكم طبعا دي اللي تماشي معنا طبعا هنا ما حصلش هنا ارتباط كامل يعني هنا لم يصل الانزيم إلى حالة اللي هي التشبع وبالتالي هنا في بعض جزئات اللي هي الهدف غير مرتبط مع مين مع ايه مع الانزيم لسه فيه كمية كبيرة منها طبعا هنا لما يصل إلى اللي هي مرحلة التشبع هيثبت معي مين اللي هو النشاط ايه الانزيم وبالتالي اللي جاب رقم جيم هي الصح بالنسبة لنا كده عدد المركبات الوسطية الناتجة عن التفاعل المرتفع طبعا الكلام ده بردك ايه غلطي بس صحة كده رقم مين رقم جيم ايه العبارات التالية الصحيحة بالنسبة للتفاعل التالي عندي هنا النشا عن طريق اللي هو انزيم اللي هو الاميليز في وجود اللي هو البي اتش 7 و4 من 10 وصل قلو ضعيف هيتحول إلى سكر الملتوز وده عبارة سكر سنائي فبقول لي هنا عندما ترتفع درجة حرارة التفاعل من 25 إلى 35 تزداد نسبة انتاج سكر اللي هو الملتوز طبعا صح وزال فل لان هنا بصل إلى درجة الحرارة ايه المصلة وبالتالي هنا يتحول كل النشا إلى سكر المين اللي هو الملتوز رقم بيه لا يتأثر تركيز النشا مع مرور الزمن طبعا بيتأثر عند هنا اللي هو النشا في بداية التفاعل اللي هي مادة التفاعل في البداية بيكون تركيزها اللي هي 100% اما في نهاية الزمن يعني مع مرور الزمن هيبدأ يقل معي ويصل إلى 0% وبالتالي هنا بقول لي لا يتأثر طبعا الكلام ده غلط كلما ارتفع تركيز انزيم الاميليز قلت كمية السكر الوحادي الناتجة طبعا الكلام ده غلط ومفروض تزداد معنا لأن السكر السنائي اللي هو ناتج ده بعد كده يحصل له عملية هضم مرة تانية ويطلع منه مين السكر ايه الوحادي وبالتالي هنا كل ما يزيد معي مين التركيز اللي هو الاميليز هيزود للي هو الملتوز ثم يزداد بعد كده مين السكر ايه الوحادي ينخفض تركيز الانزيم خلال التفاعل مع مرور الزمن طب ايه اللي هينخفض احنا عارفين التركيز بتاع الانزيم ما هيكون ايه ثابت خلال مين اللي هو ايه اللي هو الزمن معنا وبالتالي ان ده من نسباننا غلط يبقى الصحة كده رقم مين رقم الف حبوب الزورة التي يتم حصادها حديثا يكون مزعقها حلو لأنها تحتوي على مستوى تعالية من السكرات اللي هي البسيطة احنا عارفين اللي هي السكرات البسيطة بيكون طعمها هي طعمها حلو ولكن عند تركها فترة من الوقت نجد انها تفكي طعمها الحلو بسبب تحول معظم السكرات الى نشا يبقى هنا عملية بالمرأة عملية بناء هيتتحول اللي هي السكرات الوحدية الى اللي هي مين الى اللي هي النشا اما عند غمر هذه الحبوب المحصودة حديثا في ماء مغلي لبضع دقائق وتركها لتبرد وعند تزوقها في اي وقت فانها تحتفظ بمزاقها اللي هي الحلو اي من خصائص الانزيمات التالية تفسر هذه الحالة فبول رقم الف تعمل الانزيمات بسرعة اكبر عند ارتفاع عن درجة اللي هي الحرارة ده هنا قال لي ايه قال لي هنا لما حطيتها في ماء مغلي وسبناها تبرد هنا لا 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 تحتفظ بمزاقها الحلو ومعنى كده ما حصلش عملية مين عملية اللي هي تحول السكرات الى ايه الى نشا يعني هنا وقفت العملية لان هنا نتيجة تلف مين اللي هي الانزيمات وبالتالي هنا لما يقول لي تعمل الانزيمات بسرعة اكبر عند ارتفاع درجة الحرارة الكلام ده طبعا ايه غلط بيكانت الدليل على كده هنا لما حطناها في ماء مغلي هنا ما حصلش عملية تحول من السكرات الى ايه الى نشا رقم جيم تتأثر الانزيمات بتغير الله القسو الهيدروجيني التكلام صح بس هنا احنا بنتكلم على ماء مغلي بنتكلم على درجة الحرارة مالوش علاقة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الانزيمات علي تتخاصص الكلام صح برضك بس وهنا مالوش برضك علاقة بان احنا هنا منكلم فيه احنا هنا بنتكلم على مين على درجة ايه الحرارة تقوم بكتيريا حمد اللاكتيك بعملية تنافس لاهوائي ينتج عنه حمد اللاكتيك وهذه العملية تتم ببوسطة انزيمات متخصصة تنتجها هذه البكتيريا ولذلك تستخدم في صناعة اللاوة الزبادي في ضوء دراستك ما العوامل التي تؤثر في عملية التخمر وتحول اللبن الى زبادي في وقت ايه قصير عاوزين من العوامل اللي يتأثر على عملية مين اللاية ايه اللاية التخمر يعني على عمل الانزيمات من الاخر يعني احنا عارفين طبعا هنا اول حاجة عندنا اللازم اوفر اللي هي درجة الحرارة المصلة اللي عاملة اللي هي الانزيمات دي اول حاجة عندنا لازم الحاجة التانية يكون عند اللي هي بي اتش مصلة لازم هنا اللي هي المادة الهدف اللي هو يشتغل عليه اللي هو اللابن هنا عشان يحوله الى اللي هو حمد ايه حمد اللاكتيك يبقى لازم هنا اللابن يكون عندي اللي هو تركيز معين الحاجة اللي بعد كده اللي هي الانزيمات نفسها لازم يكون هي متوفرة اللي هي بكتيريا اللي هي حمد اللاكتيك لازم يكون موجودة عندنا والحاجة الاخيرة لنا ايه ما يكونش في ايه مصبطات عشان ما تقللش مين سورة مين التفاول يا ربكم فاهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طارق ولا اللي كان ان شاء الله في حلقة قادمة وبتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته